السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة ومناظرة ومنقشة جديدة من حلقات ومناظرات ومنقشات دور الستاشر السينامية وخلونا نبدأ بشكل مباشر وسريع جدا بالترحيب بضيفنا العائد والمستمر معنا دائما مستر محمد طارق والترحيب بالضيف اللي بينورنا لأول مرة ده مستر أفسس بنسل مصر يا جماعة صلاح الجهيني المؤلف الكبير مؤلف ولاد رزق ومش حكلم في حاجة تانية اسم البشطة مناظرنا صلاح حبيبي أهلا وسهلا بكم النهار ده هنتكلم في ايه هنتكلم عن في الأفلام وعن أفلام عن أفضل فيلم في أو أفضل فيلم في فيلم أو أفضل فيلم في أفضل يعني احنا مش عارفين نحسمها قوي فهي بص هو أنا حاس انه بيلاعب حاجة عشان عشان يلحك علينا لا هو حقيقي كده وده احنا بنسمح بيه بص البرنامج ده برنامج ضلال راسبي يعني نعمل فيه اللي احنا عاوزينه طالما في ايه دك كارت تكسب بيه يلا بيه مش في حاجة ما حادش هيقولك بس دي مش القاعدة بتاعتنا دي مش البتاع اللي يقدر مش درول زي ما احنا عايزين فاحنا بنلعب في عالم صلاح الجهيني من الآخر الحاجات المفاجآت الالتواءات المعرفش مالا والكلام ده كله هل الفيلم حلوته هي اللي بتحسم هل الحلوة التوستاهية اللي بتحسم احنا بنتناقش في الموضوع ده بقالنا اسبوعين او اكتر وحطينا شوية عوامل احنا حقالبنا الموضوع لدرجة من درجات العلم في نقطة معينة اللي هو ايه هي العوامل اللي بتصنع الالتواءة الزكية او الحلوة او المعرفش مين طبعا الكلام ده هوت كله بنصيبه عملية اختيار الستاشر فيلم اللي موجودين معنا داخل هذه القصعة تقع اسيرة خلف زرار الجوين للناس اللي حابة تعمل الانتساب في القناة هتقدر تشوفها حلقة ظريفة فيها بعض المناقشات السريعة انا كان نفدمغي شوية تحذيرات التحذير الاهم على الاطلاق اي حد يا جماعة خايف من حرق خليك معنا لغاية لما نخلص القرعة شفت الستاشر فيلم وما عندكش مشكلة في حرق اي واحد فيهم كمل الحلقة عندك مشكلة افصل من الحلقة وبرجع لها نقول الناس سامي الافلام الاول لو حد عايز يكتبهم أو يحاو يتفرج عليهم احنا كده كده وانا بنطلعهم مش هنتكلم يعني هنطلع نزبط المباريات يعني وكده كده مش هنتكلم فيهم اه بنحطهم قدام بعض يس فكلهم حيبانوا قدام الناس انا حاجز اقولك حاجة انت عارف ان انت اول واحد يقول الترم بتاع التوقت الحب انا حاسس بس انا محبتش ادعي هذا الدعاء ممكن تمسح الحتة دي عشان بندلكش الكريدت لا بقى لا بزا حقيقة مكنتش حد يقولها قبل كده كنت بحاولة لقيلها حاجة عارفة لقيلها وعدت فترة كان لك جزء ده انه قلت وقت الحبك كنت بتقول ويا جماعة انا مش هعارف في شوية حاجات الناس القديمة لو عالكريدت لقد ديني كريدت تحت في الدسكريبشن في لينكات للبروفيلات بتاعت الناس اعملوا فولو اعملوا جوين اتفرجوا على كل حاجة حصلة ما تنسوش اللايك للحلقة اتصور ان احنا في خزوء مستنينا جوا هزيه القرعة لان احنا لغاية اخر اللحظة شكين ان يا اما في اسم ما تكتبش يا اما في اسم الكتب مرتين بس هنحلها هنشوف وكالعادة اول مباراة باسحابها ضفنا اللي بيظهر معنا الاول مرة اوكي انا باسحاب الاتنين مع بعض او بنمد ايدينا مع بعض بتاع زال ده كنا بقى فرح زال معزول طيب المباراة الاولى انا خايش بقى من الحاجات يقابل من ممثلي افلام الرعب اللي معانا مش عارف زي كان فيه كتير عندنا حاجات كتير رعب عندنا فيلم تاني اللي قلناها بيمثل مفرق معين مش رعب يعني هورر او يعني اوه 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 طارق اصحاب لنا تاني متش اللي خايف يحرق او هزي هي النقطة الممتازة بعد ان القرعة تخلص انك تسيم الحلقة وتمشي وترجع لها بعد ما نشوفهم دي كلها افلام حلوة يا جماعة كلها افلام بنرشحها من قبل ما نتكلم في اي تفاصيل انس هوندي انس هوندي ممثل دوني فيينوف اولد بوي اولد بوي ممثل الرجل الكوري اللي اللي هم نعرف شو نقول لي اسمه المباراة التالية انا عارف عايز مين يكسب هنا مش عارف مين عايز يكسب ده بريستيج ماشي ممثل كريستول نولان ليه اكتر من فيل اه اه ايه تاني اه ليه فيلم تاني ليه فيلم تاني لو كان عامله زمان الاول واحد او تاني واحد او تاني واحد سكورسيزي شاطر ايلند المباراة التالية يا مستر صلع تعرف انا بتحك لأيه شاطر ايلند ماشي انت عارف انت عارف الشيء اللي تلاحظوا يعني انها تفرجت على اغلب الافهام قريب ان اغلبها مخرجين جمدين جدا والاسالي الكبيرة او الفيلم ده خليم جمدين وصلنا اه مشاعر ممين تو احسن احسن ادو بسم الله اللامن بالسم بله سماعر البشرات الادفة الابوام جيمس منغولد ايه المؤلف اللي هو كواري اللي بعد كده بيعمل بعد كده بيخرج فعلا بتاع طوب كروز لكن المخرج او حد من جميل زمن ممكن نبص عليه ممكن نشوف ماتش ستيك من ماتش ستيك من اسمه ايه ريدلي سكوت توني يمكن يتهيلي ريدلي حنتأكد منها برد اللي بعده رايم الفير انا معرفش اخرج مني الحقيقة معرفش بيلي كده نهاية مبكر نهاية مبكر انجيت صلاة انا زعلان قم المطشدة ماذا يعمل ما فيه انا مره جالنا انترستيللر وباكتو تا فيوتشر اوال بتاع بلانيت اف دي ايبس الاول ده جزء الاول اوى الانسان أني ستين متاع جل الممثل كان اسمه شارلس هزتون انساندي مرتين اه حي اا انساندي مرتين هي دي الغلطة الان هنشوف بقى مين اللي كان المفروض بما كان انساندي بس بعد ما نسحل اخر ماتش اوكي تاخدونك واحدة انا واحدة الله اعايز نفتكر قبل ما نقرأ نجاس نجاس ده في واحد مش فيه اه اساسا كله على بعض. ماشي. ايه انت فتحت انت اكيدا بتغش ايه ده يخش مع ده. لا 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 لا. ده يخش مع اله احنا الوقع مننا كده كده كده. فده اخر مطش كده كده. ايه يبقى يبقى المطش اللي وقع مننا ايه. ايوة صح. عيدنطتي هو الوقع فن؟ صلحت لعنا الصح و احنا اطلعنا اقلق. هو ده انسان دي مكتوب موردين. هل ممكن نقول إن دا تكت ايدنتي بس إحنا أرمعها غلطة؟ مين اتكتبت الأول؟ ممكن نعمل قرع تاني دلوقتي والله العظيمة بحزر نعمل قرع تاني ما بين الاثنين دول لو عايز يعني ما بين الكلمتين يعني ما بين ايدنتي و إن مين فيهم الاصلي؟ عشان مش حاجة مش واسخ فيني حاسهم يلعب بنا عنده أنا شايف دي النقط اللي حزن نبطل فيها لعب ونحن نحن نعمل القوائد بتاعي دلوقتي بقى فقرة مهمة جدا إن في السكراتة من غير ما حد يشوف تكتب اللي انت متوقع إنه يكسب أو اللي انش عاوزه يكسب فيه أربع أفلام صعبين قوي يا جماعة أنا مش حامل مفاجآت يا جماعة الفيلم اللي كل متابعي فيلم جامد عارفين إن أنا عاوز أكسبه هو اللي حتكتب دلوقتي طيب أنا دا بنحطاه فيين دي؟ آآ خب دي حطاه في جيبك أو وطيفر المهم بتفضل معي ليه حطاه في جيبك عملت؟ براقب الأناتوبي بتاع كل واحد هو لابس إيه؟ حطاه في جيبك مع الهوضة حطاه في جيبك آآ دا بص خيبه بيخبني صعب باشي صعب باشي بس آآ بص أنا رجعت اتفرجت أوكي فبعد ما اتفرجت خدت يعني من الأول كده طب دا سؤال مهم بقى هل بعد المشاهدة التانية القريبة في قناعات عندك تجاه أفلام اتغيرت؟ آآ خلي بالك آآ أغلب الأفلام دي مرحلة زمانية معينة صحيح ففي أفلام آآ زمانية ما عجزتش اتفرج علي تقول لي يا أولاد اللازين زي قديم كده ولسه كويس الحاجة التانية أما جيتك أفكر في موضوع تويست لديت ان في وجيت النظر هل الأقدم ياخد كريدد عشان هو أعمالها الأول ولا يعني هي كل حاجة في سياقة يعني على حسب يعني فام قصدي أنك تجي بعد أفلام معينة وكانت عمل تويست اللي هي مثلا عشان احنا شنها مش موجود في زماننا ايام السينما الناس كانوا يقولوا يا جماعة ما تخشوش ده زي التاني يعني فحصل ان فعلا فيلم هم حفظوهم البشعين اللي كنتين تطلعوا في ظهر بعض يعني مع الاحترام للمقارنة طبعا لان الفيلمين اللي حولهم دول فيلمين مش محترمين يعني ديب امباكتو ارمى جدا هم طلعوا في ظهر بعض على طول بس تعرف ان دي لها قصة كان في حد خلع من المشروع القصة البروديوسر عرف ان الفيلم الناحة التانية فيه كده فبيعزم المؤلف وياخده على مؤلف فيلم ديب امباكت ويعزمه على العشاء ويتغدى معه وقال له احكي لي كده انت تتفكر ازاي وبتعمل ايه نحت منه كل الافكار ام راح الى اللي حالة ارمى جدا هو انهي واحدة اللي كان من جوه لتحت الارض لا اه توقع بالارض هيقبط الاثنين ارمى جدا بتاع النيزك اللي طلعوا يخرموا فيه اه بتاع بروس ويلس بروس ويلس و مايكل باي لي جونز اسمه صح كده لا لا اللي كان اسمه الراجل اللي كان عامل هورفي دانت تقريبا إيه من اعظم الاجابات اللي تجاوبت في الموضوع دوت لان السؤال ده تسأل في فريندز لو تفتكروا وهو صحها مونيكا قال لها السؤال دوت فقالت له طيب قدام حضراتكم دلوقتي 16 اسم هنبتدي نتكلم ومية في المية هنحرق فهذا هو التحذير الاخير يلا بينا ننطلق سو يقابل جيت اوت ومعلاش احنا حتى في الوحنا بنختار الحاجات احنا برضو ممكن نكون ويسبويلت حاجات واحنا بنتكلم فبرضو يعني في الحالة الجوين اه 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 انا برضو الافلام اللي مدخلتش بقولها للناس يعني اه 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 طبعا من القليل الفيلمين رعبوا يعطبوا او يصنفوا في عالم الرعب او الغرقبيات اه انتو بتكلموا الاول على الفيلم وبعدين تقولوا رأيكم مش كده ولا رأي زي ما انت عاوز حتى لو انت جاهز بالفوت قول انا بفضل ده الوحنا 3-4 انا رأي ان سو خباك انا الفيلمين مش مفضلين بازمان يمكن جيت اوت الفيلم الافضل فيه اه اه انا سو مش من هواته خالص ولا من هوات السلسلة ولكن اللحظة اللي قام فيها الراجل من على من على الارض اظن دي اللي عملت السلسلة دي كلها والنجاحات دي يعني هو من الخضة دي اللي او يا ملادي اللي زينة حصل ده فسو يكسب في رأي اوكي انا متفق انا حاسس ان جيت اوت او ده كان الانطباع بتاعي انا شوية بقيت شوية انا بديك شوية لا انا جيت اوت جيت اوت الفيلم نفسه حاسس انه كان رايح لديركشن معين واتجاه معين كان يعني بيوعد بحاجة رهيبة بتحصل انا فاكر ان انا كنت قاعد في السينما كنت مجدود عايز تشوف الريفيل عامل ازاي الدنيا عامل ازاي بس فاكر ان انا مكنتش مبهور امبهار رهيب من التويست يعني الرحلة نفسها كانت ممتعة اكتر من اللي حصل في الاخر صح وعندي برضو علامات استفهام شوية على النهاية لان اللي انا فهمته ان في نهايتين في نهاية نزلت في نهاية تانية كانت متصورة ما نزلتش ما نستعب انها نزلتش يعني بغض النظر النهاية برضو حسيت ان احنا وقتنا خلص وبتاع خلاص ده اللي حصل وعمل كزا وبتاع وان ده الانطباعة اللي كان عندي سو زي ما قال سو من كتر ما النهاية فيها حاجة قوية وفيه واحد قاعد طول البتاع وانت شايفه وما جاش في بالك ان ممكن يبقى فيه حاجة وده اللي يحصل ده قوم فرانش رايز كاملة على دي فالقوة بتاعتها اقوى بكتير جدا وفيها حاجة زيادة كمان لفكرة اللغز يعني سو قبل ما يباني الحل وقبل ما يباني ان الحل فيه توستايا اولا انت مش مش اسبكت ان فيه توستايا جاي في طريق ودي حاجة بصراحة يلتقي فيها مع جات اوت رغم الاختلاف بتاع وزن التوستايا اللي جاية بس سو انت كان عاجبك اللغز انت عملش رغموخك احياه وما يطلعهم من واقف ده ازاي بالضبط يعني المفتاح اللي نزل في البتاعه من الاول ودلوقتي يبقى قدامهم حلول جروسوم جدا ودموية جدا والفيلم جريء في ان هو يبين الامور دي فانت قاعد خايف من الاسوأ لدرجة ان انت صرفت نظر عن اني برائب توستايا ممكن تحصل بالضبط وده كان جذاب في نسبة التبع صوب غير دلوقتي عشان ده مش عشان تشوف التوستايا عشان تشوف الترابس صح خليبك جيت اوت واخد اوسكار سكرين كلي لا 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 موظوك مش عارب بس واخد اوسكار خد اوسكار ايه انا مش فاكر لان كان موضوع كنتروبرشي جدا لا لا اخد اوسكار احسن فيلم او احسن فيلم مستحيل ممكن ارجع بصعي ممكن سيناريو هو على فكرة يعني في الجزء بتاع ان في حاجة شوية شبه مت سومر مثلا فكرة ان انت قاعد عمل مقلق شوية من حاجة في حاجة سوسبشيس كده لا بس هو وزنه على مستوى السيناريو مش في دي هو وزنه على مستوى السيناريو تعليق العرق تعليق معظر جدا 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 عشان كده كسير برضو دي حاجة اوه ودي اللي بتخليه فيلم على مستوى الوزن اهم من سوق او بس برضو يعني انا بحاول اجراده شوية من الحاجة دي يعني هو لو ما كانش فيه البعد ده يعني بس برضو لا انا حاسس انه وحاس ان احنا رايحين ان في حاجة غريبة وانت قاعد عمل تشوف حاجات انت مستغرب زيك زيه وقاعد عمل تبص في حاجات في حاجات انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل هنا قديني عايز انسر عايز انسر ممكن ما كنش اتبسطت قوي بالانسر اللي هو دهاني في الاخر حسيت ان هي عارف لما بنقول ان انت اكنك بتقدم قواعد جديدة شوية ما كانتش مبنية قوي ان ده اصلا حاجة ممكن تتعامل حوار على صوم مش كده لا بتكلم عاجتها المخ وتاخد مش عارف ايه والناس يبقوا حاجة واو هيديف رأيك هي توسطية اه الى حد ما اه وما انتقصتك على ايه موافق لا ايه فكرة ان عائلة صاحباته جايدين وعشان يعملو ده ده الموضوع يعني انا لو حاختار لو الناس العيلة البيض اللي عاشين في المنطقة دي ان هو طلع دخل فخ ماشي في تقديل هيدي توسطية طبيعة الفخ هو طبيعة الفخ هي التويست لكن هو من الاول حاس ان في حاجة مش مظبوطة يعني طريق كلامهم لما حد بيبقى عنصري بس مش عايز يبقى ان هو عنصري لما شاف اللي هو كيث ديفيد شاف كذا حاجة وشاف الناس اللي فيه حاجة غريبة صيد نوتلاكيد ديفيد 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 واحد من اعظم الموثلين اللي على وجه الكوكر حاليا انت لو شفته في اتلانتا هو انا شفته في اتلانتا مش مصدق انا مش مصدق دي حقيق بس انا قصدي توسط نفسه يعني مقدرش اقولك يعني مثلا انت شفته ميت سومر طبرا ماشي ما شفتوش بس ميت سومر انت حاسس ان فيه حاجة مريبة انت عايز تعرف ايه هي بس مشيل توسط ان فيه حاجة مريبة هو موصلك اللي انت بعده من الاول فانا مش قادر اقول ان هي بلوت توسط قادر اقول ان الريفيل اللي حصل في الاخر اللي بيشرح ايه اللي خلى الحاجة دي مريبة هو ده البلوت توسط خلي بالك ما هو ده حيرجعنا دايما لديبيت ممكن اللي حصل في الجزء اللي قبل من ابتدي اللي هي فكرة التويست اللي هو ايه ده انا بندحك عليها بقليه شوية اغلب النوع ده متوستات بيجي في اخر الفيلم ممكن دي مشكلة هنا جيت عاوة انه اوكي انت جيت في الاول وكملت انا كانت كنت مستنيها لأ انت جيت بعد نص ساعة دخلت الفيلم يعني بعد نهاية اكت وان او واتفر بعد نص ساعة من الفيلم 25 ديه حصل ده فعرفت اوكي الفيلم عن كده غير اللحظة بتاعت السوق اللي هو الناس خدت الخطة والفيلم خلص فدايما النوع ده بيبقى مؤثر اكتر انك بتخرج بالحالة دي او بالانبهارة دي من السينما صح فدايما ده بيبقى وان كان انا بس عايز اقول حاجة في الكريتيريا بتاعتي اللي قدام انا اظن اللي قدر يعمل ده ويحافظ على الانبهار ويكمل والفيلم يكمل ياخد اكتر بالظبط يمكن مش في الحالة دي مش في الحالة دي بس انا اعتقدت كلمنا في مرة بس انا زي ما بقول انا جيت اعتقد ما هو كفيلم ك كان حاجة كده ويلد كارد طلع ببجيت قليلة جدا وعمل ناس قد تتكلم عليه وبتاع وكده والموضوع جوردان بيل ده رجل كوميديان فجأة بيخرج فيلم الفيلم ده حيطلع ايه فحاسس ان هم برده جوردان بيل عموما من الناس اللي احبطوني من ساعة لما صدق ان هو جينيس بزيادة وطريقة كلامه في المؤتمرات ودقنه وبتاع حبيبي انت عاشت بزيادة اوي فانا بس انا بقول ان ممكن يكون جيت اوت فيلم فيه يعني فيلم شبه الافلام اللي احنا عارفينها شوية ممكن يكون مختلف الى حد ما حتى في ابعاده وفي حاجته ممكن اقول جيت اوت ممكن يكون افضل كفيلم بشكل عام بس سوء كايمباكت وكاقوة لا اعتقد سوية انت فقيه سوية تحرك انت ما قلتش حاجة انت كنت معانا بسوء او بس انا انا في السنية 3-0 بس انا في السنية بحتة هو لحظة التوستايا انا في رأيي الشخصي لحظة التوستايا في جيت اوت لما صاحبته طلعت المفاتيح مش الريفييل بتاع انه هما بيابلوا ولمها عملت اولا بتاعها انها اكتشفنا محتى يعني منطقة خرجنا من عالم الرعب نروح لعالم السينما الغير امريكي الفيلمين مش امريكي فيلم كوري وفيلم كندي فيلم كوري وفيلم كندي طيب هايستبتد او انا اصلا مستغرب انه هما الاثنين يعني فيهم الى حد ما يعني علاقة اوه مش اوه يا ابني الازينا احرق احنا باحثنا اوه صح على رأيي سلابوي زيزيتش عارفوا اللي هو ال البروفيشر اللي بيتكلم كده ده اوه ياه كم بيقولك الشافاري ستوري اوه بيتكلم كده فهو الاثنين فيهم يعني والاثنين هارت بريكينج فاشخة انت بتطلع منهم مش ممسوط صح صح الاثنين يعني ده حاجة كومن بينهم وبدأي ان هما الاثنين مع بعض لان هما يعني كان نفسي واحد في حتة واحد في حتة تانية بس انا قادر اقول انه يعني لو هبتدي كلام مثلا على انا سمعت عنه كلام كتير وكان الناس بتركماند بس محدش كان بيقولي ايه اللي فيه الناس كلها اللي بتقول عظم توستية في تاريخ البشرية محدش بيقول ايه هاي انا الفيلم تبعليه كان انا الفيلم ما تبعليش ان فيه توست بس قال لي لازم تتفرج عليه بس ما قاليش ان فيه توست اوكي وهو غالبا لو حد قالك لازم تتفرج عليه غالبا فيه توست غالبا فيه توست فانا كنت مستني حاجة شوية بس حتى لما حصلت ما كنتش كنت لسه في الصدمة وفي الشوك وفي الحاجات دي وقدر اقولك انا طريقة تفكيري شوية لان انا كنت بفكر في يوم الايام لو رجاءت اعمل حاجات كنت عايز اعمل مرة حلقة عن ازاي تتوقع الفيلم ماشي في داركشن اعمل ازاي حاعدنا في البيت ده يعني كان نفسي وعندي حاجات حيغسسهم الدليل فكان عندي شوية حاجات انا مذكرها ومجمعها ومنها اجزامبلز تانية الانسان دي لو حاجة هتكون بتحرق التويست بتاعته شوية ان انت عندك وقت قليل جدا وهم بيدوروا على شخصين ان الشخصين دولي يكونوا شخص واحد غالبا عالية جدا فانا كنت رايح في السجل ماشي؟ طيب دي اول حاجة عندي ما بتحسش ان هي هندي شوية؟ اه انا حاسس ان هي شويتين تلاتة شوية موظف يعني انا دي مشكلتي مع الفيلم ان شو يعني خبك احنا احنا ما بين فيلمين ما بين اتنين فيهم حلم السايكوباتية واحدة القدر ادى للسايكوباتية والتانية ماستر مايند فيلين سايكوباتي جدا جدا قر يعمل انتقام سايكوباتي تاريخي اسطوري عجيب مشكلتي في انسان دي كفيلم ما انكرش انه طبعا فيهم فيه حاجات عناصر عظيمة اللحظة بتاعت الحمام السباحة التاريخية بالنقطتين اللي في الرجل لحظة تاريخية جدا بس الجزء الهندي ان القادر عمل كل ده انا الصراحة يعني عندي مشكلة معها رهيبة يعني ويمكن جزء من حب الناس للفيلم ده في رأيي الشخصي انه فيلم هندي بنكهة امريكية اوروبية بس انا عايز اضيف حاجة ان انسان دي مش يعني ممكن يكون النقطة بتاعت التويست والمفاجأة والصدمة والتروما من الحاجات اللي بتبيع لكن انت هو زي ما يكون دخلك بديه علشان تقعد علشان تتفرج على تاريخ اسود وفي النقطة دي هو ممكن يتفوق على اول بول شخصية طبعا زي ما قلنا ان جيت اوت عنده تعليق عرقي وده يخليه يتفوق على صور كوزن فيلم انا انا احسس ان ان انسان دي بغض النظر عن التويست دي حتى لو كانوا يلاقوا الاثنين كل واحد في حتة هو فيلم نفسه قوي انا فاكر المشهد بتاع الاوتوبيس مشهد ده تروماتايزنج بكل الاشكال طبعا فعلا يعني وحتى القصص العمالة تحصل وان فيه ميستري وبنحاول نحله وبنروح نقابل ناس ونروح نقابل مش عارف فين ونروح وينيجي فيلم بغض النظر ايه اللي هيحصل في الاخر مش دي الفكرة هي قد الطابع او غلفت كل التجربة دي ان يبقى ليها بعد ممكن نقول ديستيربنج او بعد يسيب معاك انطباعة معين فهو ده اللي خليها يبيع فعلا الانطباع ده وتعنجي ليه اسم هو الفيلم اللي تعجب بيه جدا ومستحيل ترجع تتفرجها ليه تاني مستحيل تحب ترجع تتفرجها ليه تاني انا ما اقدرش تشوف الماشر بتاع اله تويس ده تاني فعلا وحسس ان ان انطبا دي انطبا دي حتى بعد التويست ما تعرفت حواري التو لاترز اللي كتبتهم الرسالة لمختصبها يعني ورسالة لان هو ابنها كل رسالة فيهم مكتوبة ام بتكلم ابنها وام كانت بتدور عليه او عايزة تلاقيه وحد تاني بتتكلم مع حد اختصبها فحاسس انه التويست غلفت الدنيا وطلعت زي مشاعر مختلطة جدا في ظروف تانية مش هتطلع اه ممكن يبقى فيه بعد هندي شوية وهو على فكرة انطبا دي اعطا جناها كلمة فرنسية معناها death by fire حاجة تولعت يعني حاجة تحرقت انا فرنكوفون ومعرفش عني انا صنع انا معرفش بس انا فرنكوفون برده اشتريت منه خذ نفسها تانية عارف الاحساس انا عوزة تشاور واقول ابعد انت اطلع غلط ينهر اسويدي بشكل زي لا انا بس انا ده اللي انا قريته وعارف انها برده اعتقد كانت مسرحية فممكن تكون كده وممكن اكون محتاجة دور تاني يعني دور ورانا اقولولي انا ده اللي اسمعتنا تسدب معناها الرماد او حاجة زي كده لان على فكرة البوستر فيه فيه نار والاوتوبيس انا فكر ده عشان كده بس تعالن يعني نلعب حاجة تانية اود بوي فيه اكشن سيكونس تاريخية فيلم سابق زمن وهو تيكنيك للفيلم الاصر حالنا نتفق ان هو تيكنيك للفيلم الاصر الفيلم الكوري قبل الكوريا ما تبقى على الخريطة بالشكل اللي حاصل دلوقتي اظن ده يمكن الويف كلها جد بعد الفيلم ده لدرجة الامريكان عاملوا منه نسخة جديدة انت بتقبله كاكوري مخربك هو انت كاملزك دي ناس غريبة بتبقى حاجة غريبة لا هو معلل بارفة حاجات انت بتيجي بعد كم سنة المفروض انك تقلدها او تجود عليها ومعرفتش تامل اي حاجة ملوش داعي فيلم ملوش داعي ممكن برضه اقول حاجة عشان تبقى من الكريتيريز انا هنا مش موجودة في الفيلمين دول امش عارت مش مركز فاقول بوي قوي بس فيه حاجة بالنسباني مهمة جدا في الافلام الفيات وستات هل كان فيه اي او استعراض عضلات من المؤلف والمخرج من اول الفيلم ان هو بيوريك الكروت وانت مش شايفها لان فيه افلام قدام فيها استعراض العضلات الامريات فارغ أيها ولاد الذين عملتها ازاي؟ نا هل يسمونه ها اه 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 فيه جمل هيا اكترا زي افلام تانية خلينا نرحبها فيها داعت افلام تانية حصل منها بس انا مش قدر افتكر اول بوي دلوقتي فاكر طبعا الوقع التوست والفكرة والسيكوباتية والاكشن وكل دا انسوندي اسا دي لا قدر عافية مفي مهوش البتاع ومالقبش اللابد هي اعتقد انسو دنيه ممكن تبقى متأثرة شوية بميثولوجيا حاجات اللي هي اوديبس والحاجات اللي هي حاجات كده يعني داخل فيها حاجات مصرحية زي ما كنت بقى قولت قولت بوي انا فاكر ان انا الفكرة نفسها جات في دماغي في الاول وقلت مستحيل يبقى كده وانستها تماما يعني موضوع بالانتنسيتي دي اللي هو انا قلت اكيد مش هيبقى كده وصرحت تماما ولما لقيت ان الموضوع كده انا مبهر التفادي يعني انا كنت منبهر بالجرأة بتاعة الراجل نفسه انا حاولك مقلبي مع اولد بوي عامل ازاي هم اولد بوي دوت معرفش بشكل رسمي او غير رسمي هو جزء من ثلاثية اسمها ثلاثية الانتقام لنفس الرقق المخرج اللي كوني اللي عاملها اسمها سيمبتي فور ليدي فينجنس سيمبتي فور مستر فينجنس واولد بوي انا معرفش ترتبهم على مستوى العرض كان ايه بس انا شفت سيمبتي وليدي فينجنس اول واحد فيه وده لو اولد بوي ممكن يكرهك في العيشة سيمبتي وليدي فينجنس دوت ممكن يكرهك في الكوكب ده فيلم انا كان فترة كده بيجي على او اسان كتير بقيت اشوف اشك ان الفيلم ده هو قافل التلفزيون كله مش حول بس مش عايز اتعرض لحاجة زي دي قبل كده فبعد كده لما شفت اولد بوي وفاهم ان هو جزء من السلسية دي فدي كانت متغششة لي شوية ان هو رايح في حتة هتبقى صعبة متوقعتش اللي هو عمله بس انا عارف انت رايح في حتة صعبة هي جزء منها على فكرة لا برضو للتدقيق انا اظن ان هو ليدي فينجنس مش التاني تغشيش اللقصوده بتاع العيل الصغيرة وانتو بقى اشوفوا بس انا بس مش عارف مش فاكر اول بوي انا انا كان حد اقالي ان في تويست ولا لا بس فاكر ان هو كان مست شاهد يعني في افلام تاني انا فاكر ان حد كان بيقولي ده في تويست يعني ودي برضو حاجة ممكن ان اتكلم فيه هل او حد قالك ان الفيلم ده في تويست لأي مدى بتفقد المتعة او بتحس ان انت فاتك حاجة او ما كنتش عايز تغرف الحاجة دي شو ازني يقولك ايل تويست بس ممكن يقولك انه توقع ان هيبقى في حاجة دي ممكن تتاخد في الحزبان حتى وإحنا أنا أخلي بالك كارير وايز عندي الأزمة عندي الأزمة دي أن الناس دخل عارفة عارفة نفي توليس فيمكن حالة المبهار بولاد ريز واحد ما حصلت زي بولاد ريز اثنين عارفين أن هي حصل حاجة رأي شخصي مش عارف هي أي طبعا إلا في الأفلام في فيلم تاريخي هنا كلنا تحرق لنا قبل أن تشوفه فهي طبعا أكيد بتقلل المرة أنا عايز أقول إن أنا اتعلمت شوية في الحتة دي أعتقدت في فيلم نايف زوت إحنا ما حطناهوش هنا برضو إحنا اتكلمنا في الموضوع بس نايف زوت أنا فكر عملت ريفيو أول ما نزل إن أنا ما كنتش منبهر بالبلوت وست إنه حصلتنا في حد قاعد يلف فهو نايف زوت برضو على رأي سالح من شوية لما كان بيقولك إن في فيلم حنقابله كمان شوية فيه اتنين بلوت وست مش واحدة نايف زوت ممكن بالوقت ينعمل استفتاء هي إيه البلوت وست وكل واحد في نقول حاجة غير التالي انا اتفرجت عليه تاني وتفرجت على الجزء التاني ابتدت أتفرج بانطباع أو بإن أنا دخل جوه دماغي أنا مش عايز أعرف إيه اللي هيحصل أنا الجيرني نفسها فيلم مقوم بتاعي فعلا فلو إنت اتبسطت به مش لازم إيه اللي حصلت لها بس إنت عارف إليه لأنه هو مش تويست هو تويست أن ترن يعني هو الفيلم بيعمل كده يعني أنا بحب الأفلام دي لأن النوع ده من الأفلام لو لو تويست ما جابش الجول إنت مستمتعه فدي قوة الفيلم يمكن مش زي سوه يعني أنا أنا ممكن بنرجع له في وقت ومعنش بس أنا سوه بالنسبالي هي اللحظة بس ولا هتشوفه تاني ولا تحب تفرج عليه ولا يعني لأنه هي الخطفة وكان وعيش عليها سنين بس الفيلم ما فيهوش تويست أن ترن اللي هو أنت دايما المؤلف أو سبعك بالخطوة ماشي أنا أنا مش جاهز قوي بصراحة أخلي باقي كان في الأول اتكرته خطار وبعدينك شافت أن هو ب لا لا أنا جدا أنا بقوله خطاري هو من المتشط الصعبة بكل تأكيد في الوتيوب وتعيده سبع ثمان مرات وربا إن شاء الله نتكلم عنه إن شاء الله ممكن نتكلم فيه في تصنيف معين مش عايزة قولنا هو هيكسبه بس هو طب بوتو أنا أنا أول بوي أنا زي ما بقولك فيه فرق بين إن القدر لأن نحس إنه فيلم القدري جدا زي ما هو قالك هو فيلم أغريقي النزعة يعني فيه الجو المأساة الإغريقية صح أكتر منه أول بوي اللي هو لا فيه ماستر مايند وبالتالي في الأخير تقولي يا ابني اللزين أنت سايكو قوي التالي ما ترشلون جدا من الزاوية دي أوه ما زاويتين حبيبا بس أنا معرفش أنت كده بناع عليها بتفضل يعني فكرة إن القدر هو اللي بيسوء الحدوثة ده بنسبلي شيء ضعيف جدا بنسبلي شيء ضعيف جدا بنسبليه أضعف وقصد إن فيه حد فكر في الحبكة دي شخص أو أين كان أوكو أنا متطفق معي في الحبكة دي طيب الهود أنا معود بول هي خلصت زنق ماء الله كم ممكن يوعد ساعة كده كم ممكن يوعد الزنقه في أنك ترميله أنا عالفكرة عاطفيا مش بفهم بس يعني في ملحلة مراحلة أنا حبلوت سوينجات وانت عارف يعني طيب هو كده كده قلت ويكسب 3021 بس قول لنا عشان آخر جملة انت قلتها بتاعت الماسترمين دي ممكن أجول أوتبوي لأنه فعلا أنا فاكر أوتبوي سحلني سنين يعني بس أنا بحب أونساندي جدا جدا جميعا وياريت لو حد عارف معنى كلمة أونساندي أو حد يدور أو حاجة يقولي لأن أنا مش بتاكد سلام لو في حد بتعرف مدرس فرنسية يا جماعة يقول وياريت ميكونش كم معايا في المدرسة منها شبب ضحليش بس أنا ليسية انت كنت أنا ليسية موصل جديد بجد؟ أحلام ضايع ماتدخلوش هالكوا يا جماعة ماتدخلوش هالكوا واضح لي فيه مشكلة واضح لي فيه مشكلة الدرس المستقرد من الحلقة أهدية لو عاوز عليك كلمة فرنسية ماتدخلوش اللي السيني ده بريستيج وشاطر آيلد ايه مطشة ماشي أنا ممكن أرميلكم يعني حاجة كده في الأول من غير تفاصيل وبعدين تكلمون أنا عارف انت هتقول ايه غالبا عشان كنت باتحب عايز تسمع لجأنا شاطر آيلد على شاطر آيلد على الاثنين على الاثنين ماشي أنا لا بحب ده ولا بحب أنا كنت حاس طب حابب تتكلم على شاطر آيلد وانا أخش معك أنا كده كده أنا ممكن أليد في The Prestige طيب ماشي أنا أحاسس ان The Prestige The Two Twists اللي موجودين فيه هما الريفيل للخضعة الأساسية اللي الاثنين صحراب توعنا بيلعبوها إيه اللي وراها؟ واحدة منهم أوضح بكتير من انه يتقل عليها بلوت تويست بتاعت التوين برودر لأن الفجر بتاعته كتبينة في بعض الأحيان وما بتبينش ويش وما بتبينش يعني انه يتقل عليها بلوت تويست دي إهان للبلوت تويست هي مش بلوت تويست والتانية فارفيتشت بكتير عن انه يتقل عليها بلوت تويست شاطر آيلند؟ لا لا بتاع عن The Prestige الثاني بقى موضوع الكلونيج والمعرشين والكلام دو انه هي حاجة خارجة عن إطار كل شيء منطقي في اللي احنا بنتكلم جواه قواعد جديدة متقدمة متأخرة دي مش كتب عدد The Prestige انه هو بيتباع على البلوت تويست وانا شايف ان الاثنين لا يرتقوا ان يتقل عليهم بلوت تويست اصلا ماشي ليه ده انت في شاطر آيلند؟ تلبيسة وش مش عايز تقول حاجة على شاطر آيلند؟ لا انا عايز اقوله على الفيلمين بس حاجات سريعة بس عايز او اتكلم شوية انا اتفرجت على The Prestige قريب انا شفته في السينما شاطر آيلند مش شفتهوش في السينما فاكر ان طبعي في السينما كنت مبسوط مش بعتبره فيلم التويست المرعب يعني ولكن في حاجة انتعب احنا معنا شهر بنحاول نزبطه معنا فلما جينا كان جوايا فكرة اللي هو اوكي انا طول عمري ما باجي عارف التويست فعندي بقول ان التويست هو ان زي الساحر بيوريك الحاجة وبعدين يخفيها وبعدين يخفيها طلع ان اقول جملة في The Prestige بيقول كده يعني انا كفاك ان انا عبقري ودي ده ده اتشاف بتاعي فطلع ان اوكي كتبها قالها The Prestige اللي هو اصلا الظهور بتاع الحاجة اللي في الاخرى اه بس هو باع الكونسبت هو هو تحس ان هو ابتدى الفيلم بال ان الفكرة دي شغلاه في حاجة بده The Prestige انه الفيلم الفيلم في حاجة تانية اكتر هو فيه مشهد هو لعب برضه الدرس اللي كنتلم عليه انه هو حرق العمل فيه مشهد في الفيلم في الاول ولد صغير يشوف العصفورة بيقتلها فقاله فجي قاله لا دي عايشة فقاله Where is his brother هو قال لك التويست بس انت مكنش تاخد بالك ساعته فدي برضه انا بعتبره شيء عبقري يعني ففي Shutter Island فيه زكي يا صراح بلاش عبقري ده لا فيه شيء انه قال لك التويست بادريه تنصه او نصه هو زكي بس مش عبقري باقي اوكي خلص اختلاف الليفل يعني ففي Shutter Island هو قال الجملة برضه اللي بتلخص الفيلم اللي هي فكرة انك تعيش فاهمة احسن انك تعيش وانت الفيلم هو قالها ومش ده اكيد احسن فالفيلمين فيهم حاجة Shutter Island ما عارش نتعرف فيه قصة دي مارتن سكورسيزي كاميران مش عايز يبيع حصته في الفيلم قالك الفيلم ده ناس هتشوفه كتير وحيكسني فلوس اكتر فانهو ده من نوعية الافلام لكاميران الناس هتشوفه كتير اه انا يعني نوع تويست يعني الفيلمين مش قادر يعيش ولا ده بريستيج اوه فيه التتابع النهاية بتاع التويستات اللطيف خباج دايما التويست كويس في الفيلم بيبقى فيه وقع على احد اشخاص الفيلم وبالتالي انت بتاخده انت كمتفرد يعني يعني بيجيلك من من رد فعل حد شاتر ايلند تيه مشكلة وصحت منه اللي هو انت عارب اللي هي في الاخر اوكي ده كله كفتة ده كان حد بيحلم ده كان حد فانا ايه روهاني في الاخر معرف حصنا عزبة سوينج بوت لان انا ماليش حرب فيه هو انا عارف انه شاتر ايلند اكيد ليه ناس يعني اه احنا احنا نتشاهل من شاتر ايلند شاتر ايلند ازاي شاتر ايلند ازاي؟ لا انا متأكد ان شاتر ايلند ليه ناس بتحبه انا بالنسبة لي انا مش شايفه فيلم سيء مش شايفه الموحش بس هو مش من افلام سكورسيزي هاي والله باركلك والنبي هو ده هو مش شابهه خلي بالك بس هو حلوته ان هو الفيلم ده الوحيد اللي مش شابه مارتن سكورسيزي في افلامه كلها هو كوميرشل شويتين يعني الحاجات اللو بروفايل شويتين بس انا شاتر ايلند برضو انا تجربتي في مشاهدته انا تركت عليه انا معظم من الافلام عمتا بتفرج عليها مرة او مرتين ومش من نوع اللي بحب اتفرج على حاجة كزا مرة بعد انا ببقى فاكر ومش بحتاج اعمل ده شويتين عشان اخلصه اعادت عليه كتير اه وانا كمال يعني ممكن اقول انه ومش بتعب من الصدمة مش بتعب من خدم الوقت انا بازهق يعني المشاهد طبعا المشهد بتاع الريفيل تحس الناس هتسيبيني الانوتي وحتى دوم ليه اصلا انا مدام حتشتم شتم على كلمة لي احنا لا انا بالنسبة لي الفيلم نفسه حتى بس لو حد قال لي تفرج عليه هبقى بستتقل ان انا اتفرج عليه الريفيل اللي في الاخر والبتاع دي اه ممكن اتفرج على الحتة دي حلوة تمام وده كان كذا وده كان كذا وكل الناس تفرج عليها والمشهد بتاع مراته لما حضانها بتتحول لقشز وشبه البينتنج اللي مش عارف ايه والبتاع تمام قصدي قصدي ان الحاجات يا نوع على التريلر وكات موجودة في التريلر قصدي ان الحاجات دي كلها حلوة تمام بس ما تشفعش للي بيحصل في الفيلم كله هل هي تويست ممكن نقول انها ممكن اعتقد في ناس بيرجعوا للحاجات قبل كده بيلاءوا فعلا والله ده يعني ممكن حاجات تبقى طبعا مفتعلة وساعات في ناس ممكن تبقى بتحط معنا مش موجود عشان يبان انه في عمك زي جوكر بس الساعة وقفت انا مش فارق معايا بس اصل هنا لما كان واقف كان واقف ورا جارد وهنا كان فيه زابط ورا وهنا مكانش فيه ولما مش عارف مين قاله فيه حاجات كتير كده ممكن نتكلم فيها انا بصراحة يعني وده زوء الشخصي انا مش مهتم بيها قوي وما بحبش الافلام اللي تجبرني احب الحاجات دي غصبة عنه ماشي على ذكر اللي هو قاله قول هيا الحاجات الناس وشاطر ايلم فولادريز واحد كانوا بيتفرجوا على فيلم الشاطر ايلم وانا كنت انت شايف ان ده مش لايك خلص ان استحال اولادريز اتفرجوا على الشاطر ايلم كان ده رأيي الشخصي اعتبروا ان ده شيء عبكري جدا من مخرج مع الناس فانا يعني ساعات تفعل الناس بتاعجب بحاجات بس انا كنت مع نظرتي كمعها مش شابه ولادريز يعني ايشغله قناة التيت لا لا هو بس انا حاسس ان يعني انا مثلا مثلا بالنسبالي حتى لو البلوت تويست في الاخر مش قوية بس انا بستمتع اكتر وانا بتفرج على ده بريستيج وبحبه يمكن اكتر بحب الشخصيات بحب تمثيل كريستن بير وبحب التمثيل بتاع بحبش تمثيل بتاع هوت جاكمان انت متحبوش وكلمنا في بريزينرز برضو بحبش هوت جاكمان في بريزينرز انا انا بحبه جدا انا كان عمي يشك على اذا كان هوت جاكمان اصلا ممثل كويس ولا لا لغاية بادي ايديوكيشن الفيلم التلفزيوني اللي هو عمله من بطولة لا ده ده راجل ممثل درجة اولى سوبر اكستريم كل اللي انت عاوزه بعد كده عمل حاجة فيلم اسمه ده الصن اللي هو المفترض ان هو جزء تاني بتاع دفاضر بتاع انتوني هوبكنز ودمر هذه الصمعة تماما اوكي 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 ا انا قفلت الحلقة بعد ما شاطر ايلان طالع اه 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 بتجلنا كومنتات من جيدة من ساعة لما قلته ان هنري المفروض يخسر قندر معرفش مين انا قفلت الحلقة ابوهاته ناس بتتكلم في الخورة عشان تتكلم ناس كتير ممكن تسأل هو ليه ميمينتو بلوت تويست ممكن تشروح لانه ليه ميمينتو بلوت تويست لانك في الاخر بتكسيشوف ان هو اللي بيعمل كل ده في نفسه ده يعني دي اللحظة اللي انا بالنسبة لي هو افق ايه ده اوكي يعني هو واحد عايز يعيش في المأساة خلي بالك الفيلمين دول فيهم شيء مو زي بعض ان الفيلمين هي السيزيف فكرة السيزيفية وفكرة العذاب المستدام ده الذي لا ينتهي احنا القرعة طالعوا مقفلم يعني فيهم حاجات كومنتس اه اه كويس اه في فرق طبعا الاثنين اللعبوا على فكرة ان في ناريشن ان في حدا بيحكي الاثنين اللعبوا على فكرة انه يعني ميمينتو بيحكي ايه بقل في الاثنين اه بيحكوا ان حد عايز يعزب نفسه انوي او عايز يعيش في القصة دي اه فيهم العمك ده الفكرة الفلسفية دي قد تكون واحدة على فكرة مش عارق اه بس ده اللي انا عايز اقوله حاليا كميلوا انتوا فكرة مشروف انتوا كويس ان انتوا وضحت الحتة دي فعلا في حاجة كومن بينهم شوية حس بتاع العذاب الابدي ده او انه انا ممكن اقول ان ميمينتو برضو كرفيل لان ميمينتو يحسابه ان الفيلم ماشى بالعكس شوية انت عمال ترجع 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 ان دي اصلا دي حاجة من الاول خالص احنا اتدينا بحاجة ما قلناهاش في الاول بس احنا دلوقتي بنقولها لك اه الاختيار الحكي او كيف تحكي فيلم ميمينتو حس انهو جدا جدا فده يحسب له وممكن يكون التويست بتاعته مميزة شوية وممكن كمان حتى لو مافيش التويست دي يعني اعتقد فيلم ميمينتو حتى لو مافيش تديله عمقه تديله انه هو فيلم جامعة فشخ بس فيلم ميمينتو حتى لو لغزه عمال تكتشفه يعني لو اكتشف ان فيه واحد هو مش فكره او مش هو اللي بيعمل كده في نفسه برضو كان يبقى فيلم ممتع بس انا بقول بس انها فيه واحد انا حاسس ان برضو فيها جزء خارج عن ارادة البطل شوية وحاجة لازم تتقفل علشان تميك سنس انا برضو ممكن انا مش فاكر كل تفاصيله بصراحة لا ده مش حقيب ده هي الفكرة ان هو انه وي بيسعى لده انه يعمل كده اه مده اللي انا بقوله انا بقول ان هو بس قصدي انه ميمينتو اختيار كامل ان انا عايز اصدق ده انا عارف ان انا هقنع نفسي ان انا هصدق ده الموضوع فيه جزء لي لما بتدخل عامل الزمن يعني انت انت زي ما احيان دي كان بيقول انت الخصم والحكمه هو 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 بيينفلكت العذاب على نفسه بعد كده بيرجع يكتشفه يعني هو الضحية وهو هو فيه شيء فلسفي وتحسه بيبلكل شوية بالاضافة للعنصر بتاع فيه فيلم فيه رواية اللي نجيب محفوظه نفس الفكرة وقصول نتعملت فيلم بس كان واحد بيستخبأ تحت السرير وبيشوف رجلي اللي قاتل وبعدين بيهرب في اخر الفيلم بيكتشفه ان هو اللي لابس الجزمة بيكتشفه ان هو اللي قاتل ان كان فيه جزمة موازة قوي بيضة في اسود الحاجة اللي عايز اولا فيه الميمينتو كحكي متطور جدا كاسلوب حاكم اللي حكي شوية من كعبل ميمينتو سابق جدا لحد النهارده السيناريو تاريخي يعني الاتنين فيهم تروب ما عاشو كلمة تروب اللي هو حاجة استخدمها عشان يحكي الفيلم ميمينتو استخدم موضوع زاكرة السمكة والتاتوز عشان يعمل التروب يحكي الفيلم استخدمها والحكي والتاتوز معرفش فو اعتشف ناعب قرية استخدم 3 حاجات عشان يحكي استخدم الزمن استخدم واستخدم واستخدم فهو ادخل 3 حاجات عشان يحكي انا شاف ان كل واحدة من دول بتعمل فيلم وكل واحدة من دول بتعمل وجود التلاتة مع بعض اضعك مخوش. موافق. موافق جدا. دي شبه الحوار بتاع السفر هيرو اللي كنت بقولهولك لما تحط له امكانيات حط واحدة وبعدين منها. ما تجيب ليش ثلاثة من كتلوجات مختلفة علشان مع بعض يعملوا حاجة. يعني ممكن نقول يعني في اللبز يعني ممكن يبقاش صحي قوي بس في حز شوية. في حز شوية. اه. ان انت عملت حاجات كتير. هو شاف الصورة النهائية وحاول يسخر كل حاجة عشان يحققها. بالضبط. لكن ممنتو هي حاجة بسيطة فشخ بس زكية فشخ وهي اللي بتجايد كل حاجة. انا قدرت عبقريتما منتو بعد ما شوفت تلنت. اه. انا يعني ان فعلا لدرجة ان انت شخصيا لما حبيت انك تطور عليها خيشت منك. انا اخلي بالك انت بتكلم على فيلم لانشت كارير. اه طبعا. يعني اغلب الافلام دي لو رجعتها تأتي انها عملت كارير زي الناس صحيح. صحيح. دونيف ينوف ده. عبقرية دونيف ينوف في انسون دي انه عملوا من غير كاست وعملوا بلغة تلتة وعملوا بالكلام بكله. يعني حتى جمس وان حتى يعني اغ اغلب الناس الوارد بارك وان شونج بونج. يعني كل الناس دي فعلا دي علامة فريقه في تاريخهم. اه. اونسون دي اعتقد 2013 عمل بعدها او 2012 وعمل بعدها بريزينرز. هو بعد عمل بعدها الفيلم مع قرب بتاع انمي. يعني ما ليش في انمي. عمل انمي ولا سكاريرو ولا. لا اعمل training الاول. او عمل اصل التار تحت رادار الخالص واريليز متاع وكان حاجة تعبانة. هو عمل بريزينرز 2013 او 2014 بعد كده انمي وبعد كده سكاريرو. وبعد كده هرايفل وبعد كده بلايد رونر ممنتو ممنتو 3-0 لا بعد اللي انت قلته عليها نعمة معي ممنتو 3-0 المباراة التالية كان عندنا تساؤل على مين المخرجين تعالوا منبص بص احنا كده ممكن نقول كده رضا خل بقى كماتش سيكمان مش بس كده رضا فيه فيلم تاني اخد البراط ايه ما اخدش التويست اخد البراط كان ايه كانش عزانه دعنا ايه ده اه في حاجة اقولها لنا بعدين هو ايه هو كم يقول فيه فيلم تاني حاجة مصري يعني اه بس انا ما اعرفيش اذا انت هتعرف اهربان مني بس ادور فيه بادور فيه الاول بعد ما اقولك براين سينجر يا جماعة مخرج جائز براين سينجر يا جماعة مخرج جائز اه طبعا براين سينجر دلاتي كانسل اه طبعا براحي اه طبعا براحيا خلاص اه عشان انا المحاور ديوجول ساسبكتس ليه قيمة عندي جبارة جدا والد ديوجول ساسبكتس من غير البلط من غير كل حاجة فيه وفي المعبقري وعظيم وفيه اداءات من الدرجة الاولى الاداء الاعظم اللي متبروز قوي طبعا بتاع كيفين سبيسي اللي رخر تكنسل مع مخرجه وتاخده في نفس المقص ولكن الفيلم دوت فيه اداء تاني underrated mode لبنيسيو بلتور جزاب جدا وكارزماتيك جدا وحاجة انت ايه يعني تحس انت تتفرج عليه تحس انك حاست هو انت بدي قدم زينا ايه الطريقة دي ايه لهجة دي ايه طريقة الصوت دي ايه انت بتعمل موتو بدري ليه موتو بدري عشان كلاب اه بس انا كنت بموت the usual suspects وthe usual suspects من ال plot twists اللي زي الافلام الجميلة المحببة لقلب اللي بيتفرج انت عاوز تشوفها كتير عاوز تشوف لحزة reveal مليون مرة فيلم دوت كان عندي فيديو في البيت كان كل يوم قبل منزل الكلية الصبح رح مش اغل اخر ربع ساعة اتفرج على اخر ربع ساعة وانا بفتر وانزل اتفرج على كل يوم تقريبا وخلي بالك تتابع النهاية بتاع ويوجو السوسبكس ده تاريخي يتحط في كارتونز وتحط اللي هو فكرة المج والمش عارف ايه اتفرج على كيفن سبيسي اتفرج على كيفن سبيسي اعتقد في فيلم هتلاقيه يتالي هم كلهم اتعاملوا على امام سبورتونز ممكن واحد بس الراجل اللي هو اللي كان شاس باليمنتاري اللي هو المحقق يعني انا اتفرجت على اللي هو المجرم التاني اللي كان داخل اتفرجت على يوجو السوسبكس من كم يوم برضو بعين جديدة في لحظة على فكرة الكارتن في شاط في الفيلم لما هم بيوقفوهم كلهم عشان ليه المشهد فيقول له لثانية كيفن سبيسي كان فيلم لثانية كان الشخصي الحقيقي يعني ممكن لو حد عمل اتداله نظرة واحد جد افضل سكريم بلاي وافضل اكتر طبعا ده لونش كرير كيفن سبيسي برضو الناس دي كلها طارت قبل امريكا بيوتي صح اه طبعا ماتش تيكمن ماتش تيكمن على الجانب الاخر اه تقدر فيه انها بلوبتاية انت مش مستنيها ومش متوقع انها تحصل ومش هتضيف يعني الفيلم كان ممتع لغاية هذه اللحظة بالاداء والطبيعة الغريبة بتاعت نيكل سكيتش جوه الاحداث ظهور الشحصيات جوه حياته وتفاصيل عمليات ده ماتش تيكمن يوصدنا في كفيلم كوم موفي اللي هو الافلام بتاعت عالم ويمكن متتوقع ده في النوع ده من الافلام شوية يعني مش بالتوست بقوة بس قصدي شوية مهو كون فلازم فيه يعني بس هو قايم بالكوم قايم بالكوم وقايم بالدزاين بتاع الشخصية الرئيسية وبشخصية البروتوجي لا البروتوجي اللي هو سام روكول اللي كان داخل تحت جناحه والحاجات ديت كلها مع البنت بالتفاصيل ديت كلها ومش مستني التوستية انه هو يطلع في الاخير ضحية للليير التاني بتاعت العملية اللي شغالة ديت برضو كويس وعلى فكرة يعني مرضيش يكسر قلبك على البطل بتاعك لغاية النهاية ورح مصلح الدنيا شوية أو بالنهاية عشان يعدي الدنيا يده فيلم المحبب كده وفلافية ولطيب طيب انا عايز افكر بصوت عالي شوية معاك وقول لكم برضو انا بفكر في ايه وانا لسه مش انا لسه مش انا دايش والساسفيرت لما تبعلي تبعلي كيفن سبيسي فانا من الاول مركز مع كيفن سبيسي فما قدرش اقول ان انا اتفاجئت الخضة الرهيبة في الاخر يعني كنت عايز اعرف هي عاملة ازاي بس لما حد بيقولك خليك مركز في الرجل ده رجل ده حتى تقول فشيخ ده احسن تقول ليه وبتاع انا ده برضو حد كلب بوضع بالزبط بس مش كنت انا بتيجي متأخر شوية ما انا من الاسر خمسة سعيد يا جمع ماشي انا اللي هو من كتر من الناس حقوا عليه فحقوا على التفاصيل الجذابة اللي خلت الناس تتفرج عليه تدور عليها بس احنا لما شفناه ما كناش نعرف ده كلنا بالزبط معنا بس بتكلم ان انا في حاجات انا فاهم الامباكت بتاعها وقتها وفاهم الناس تفرجت عليها ازاي وفاهم ان انت لما تقول لي الريفي العامل ازاي انا بتكلم علي انا بقسها اللي هو طيب هل انا استمتعت بالفيلم خد سؤال مهم ما اقدرش اقول قوي انا استمتعت بالفيلم قوي لان زي ما انت قلت الربع ساعة اللي في الاخر هم الريفيل ولما بص على الحاجات وشافها وكان ماشي والاخطوات بتاعته اتعدلت دي حاجة اللي انا فاكرها فعلا جدا بس ده مش كل الفيلم مش كل الفيلم بس بقولك ده اللي سابل الانطباع عندي يعني اللي في الاول قدر اقولك ان هو كويس حلو تمام فيه شلة كده مع بعض وعملت جاء تقول كل واحد تقعد تتركز فيه شوية يقول يا ترى ده عمل كذا طب ما ده ممكن يبقى كذا والناس بتقل مع الوقت وبتاع مفهوم بس الانطباع الاساسي يعني ببيع كيفين سبيسي وبيبيع بالتواست اللي في الاخر خلينا برضو نحط في الحزبان ان ده اوسكر وينر اعتقد سكين بلاي و اكتر فدي حاجة تديله ممكن نقول يعني فاليديشن شوي لو تديله ان هو فعلا في حاجة انا رأي الشخصي هو العمل موجة الافلام يعني انت ما تيجي تبص على الليستة بتاعتنا هتلاقي ان انت من سنة 95 ديوجو السوسبكتز لغاية 2005 مثلا ده يمكن اغلب الافلام اللي هي دي اظن ان من نجاح ديوجو السوسبكتز حصلت الموجة دي هو خلق حالة الافلام السيناريو سيئها اللي يمكن مش بيج بودجت موفيز بس فيها الفكرة دي فاتوقع ان ديوجو السوسبكتز في زمن وكان هو سبب الحكاية دي يقولك يمكن حتى يبدأ سيمسونز مش عارف ايه فيه كمية حاجات التتابع انها عامل زي التتابع التدريب بالتعركي كده بالضبط وهي يعني ماتش تيك من حتى ان هو فيلم انا بالنسبة لي هو فيلم لذيذ مسلي لو جيها تفرج عليه هو فيلم ام بي سي تو جدا كده مش بالقوة بتاعت ديوجو السوسبكتز ومعتقدش انه هو عمل الامباكت بتاع يعني معتقدش انه محدش بيكال الناس ويتتكلم على الفيلموغرفي بتاعة الريض لسقطل اي حد حيقولك مش مكنش عارفين مين بتاعه مش حاس ان هو ليه القوة دي فيلم لطيف كويس فيه تويست لطيفة لكن لا يعني انا بجرد نفسي دلوقتي من انا قاعد بفرج على ايه او انا بحب ايه او ما بحبش ايه بس قاعد بفكر في التأثير بتاع حاجة فيلم زي ده فحاس ان انا هجو ماتش تكلمين فيلم الزريف يا جماعة ونعتقد انهم الافلام اللي طارت تحت رادار زي ما بنقول كده فاللي ما شفوهش يتفرج علي ترشيح نتمنى نكون محرق نهوش قاوي يعني وانحنا بنتكلم عليه بناس شرفت نهوش قصدك الا اكتر ماتش مقلم لان الكنين ولادي ايه ايه برايم الفيرو المفاهيم الكالت ما زر شفر صلاحة جدا للتطبيق على The Sixth Sense طبعا ده يعيني دفن الفيلم اللي بعده اللي حاول يستعير دفن كارير الراجل دفن خلي بالك Sixth Sense من ضحياء انها تشملة نفسه ان انت داخل دايما متوقع حاجة وما بتلاقيش بنفس القوة هو التريلر بتاعه عارفين انتوا فكرة ان التريلر هو اللي عمل وقضى على مايكل جاكسون ان عمرك في حياتك ما هتعرف تعمل كاتلوب زي دا شبال حاجة دي بتوطرني على مزاد لا لا دا عارفين جاكسون لا 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 دي اقبال يعني ما هم هو اللمس هو الجاكت بتاع ماكي جاكسون فيعني لا انا يعني يجعل كلام خفيف وشار بره وبعيد صدوكم انا I'm bad I'm bad I'm bad The Sixth Sense هو التريلر بتاع عارفين بقى تماتشه بعد كده لما تعمل ايه طبعا انا عايز اقول بس حاجة على عارفين شاملا لان الراجل ده انا يعني شايل منه شوية انا 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 ما بحبش إم نايت شاملا عندي مشاكل كبيرة جدا معاه وهو فعلا بالنسبة لي من امت من زمان من زمان قوي يعني انا بال Sixth Sense جايز يكون فيلم انا عارف لان هو مشهور جدا يعني كل حاجة فيه معروفة بس إم نايت شاملا انا حاسس ان هو اولا اتحط في كاتيجري مش الكاتيجري بتاعته اتحط في قالب ممكن هو يبقى اكبر منه شوية ممكن هو لو كان واحد بيخبر القالب هو اللي اكبر منه شوية القالب اللي اتحط فيه اكبر من ام نايت شاملا لان انا فكر كان نازل في حاجات كده The Next Steven Spielberg هو ضحية فيلمه ما هو ضحية النجاح هو فيلم يعمل كده اه هو عمل هو يعني One Hit Wonder لا هيظمر هو One Hit Wonder اه هتقول لي Signs هقولك Signs وهقولك The Village وهقولك Split يا جماعة هي المشكلة دير اوكي وعلى فكرة وامبريكاب اللي احنا حطينه بس مش في الليب المشكلة معني بقولك انت من كتر ما الفيلم ده كالت كلاسيك وقلب الكوكب معنى شامل تاني دمر The Others لو يعني ودمر نفسه ودمر انه تشمل نفسه ان انت يتوقع حاجة دايما اكبر الراجل زي ما انت قلت ما عافاك انت قلتها بس بوجهة نظر تانية الراجل اللي هو ضحية الفيلم By the way Six Sons فيلم Small Budget بروسوليز مش اعظم ممثل في العالم عمل دور عمو عمل دور كويس قوي الفيلم ده عمل ارضات ضخمة جدا على قلة تكلفته Six Sons Six Sons Six Sons انت شايفه قريب وشفت برايم الفير بس شفت Six Sons هرجع له تاني لان انا حماوت برايم الفير احايا يعني انا اختاره بس ارجع اقول برايم الفير واحد برضو من اعظم اداءات اسموه هو العمل ادوارد نورتون ده العمل ادوارد نورتون لدرجة الواحد صحبي دايما عنده جملة اقولك ده ادوارد نورتون يعني هو برضو قديم من جيلنا بس عنده جملة ايه اما يقوله على حد ان عمل نفسه غلبان وهو بداع ده ادوارد نورتون هل ادوارد نورتون في برايم الفير هو كيفين سبيسي في The usual suspects مع اضافة انه تكشف في مثل الدورين مع بعض يعني كسب ادوارد نورتون في الفيلم تكسب برضو بس تكشف وهو اللي كان عايز ولما تكشف قلب ما كانش هيتقلق ما كانش هيتكشف ايوه هو اللي كشف نفسه لما اللي قللها ما عليش ان انا مسكتها ايوه 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 الموضوع لا فيه كده انا بمصل فلكس شوية عان انا بس عايز اقوله على ام نايت شاملن انه ام نايت شاملن كان واخد انطباع او باخد القلب ده اللي هو انا بعمل افلام ببودجيت قليلة بس باوريك حاجة انت مشوفتهاش قبل كده ده اتعامل في سيكس سنس بعد كده الناس فضلت متوقع منه نفس الحاجة دي و افلامه بحيث ان هي نص فيلم يعني اللوج لاين بتاع افلامه بيع جدا يا جماعة حتى فيلم اولد اللي هو اه عارفوا اولد اللي هو كان في جزيرة كده اناس بتعجل بسرعة فيلم على الورق لو قريت اللوج لاين بتاعه شفت تريل تقول ده ممكن يبقى حت انا مش هتعد تاني انا معك مليون فلمية فحسس ان هو كده في وجهة نظرك بس مش ادرس اصلا مش بكلم على كرير الراجل انا بكلم على الراجل ده سنتر جاب جون من نص الملعب العالم كله عطل انا لست شاف الفيلم السيناريو عبقاري خلي بالك برضه من ضمن الكريتيريز بتاعت الافلام اللي فيها تويست خلي بالك برضه من حاجة مهمة جدا احنا حطين برايمال فير قوته في اللقطة اللي قلب فيها لأ سيك سنس ده يا جماعة ده الفيلم اللي هو بتعيده تاني عشان شوف فيه اولاد اللي زين انتو خلدتوا لاو خلي بالك انت حتة اللي هي هي هايدي جين بلين سايت وباريك حاجات انا يعني انا عشان الاسف انا هايدي جين بلين سايت هو فيه اكتر من انك شفته هو بيموته مع ذلك ما صدقتش انا هاجيب لك بقى انا هرجع الكلم على السيناريو لان يا جماعة السيناريو سيك سنس رهيب مفيوش غلطة فيلم بايداوي فيه ساونتراك من اعظم الساونتراك اللي موجودة انا بس اللي انا كنت بقوله انا ياسف لو بقطعك بس انا كنت بتكلم على ام نايت شاملان عشان سيرت و جات لكن انا ده ملوش اي علاقة بانطباعي عنده سيك سنس انا بس بتكلم ان يعني انا بقدر سيك سنس شوية لان انا شفت الراجل ده بيحاول يدوبليكيت ويحاول يعمل ده تاني معرفش وعارف ان هو يعني مثلا فيه فيلم اسم مو ده هابنج معرفش شفته ولا لا شفته طبعا شفته طبعا دخلته في السينما دخلته في السينما بس تعرفت ده هابنج ده شبه الكرير بتعرام الدوات لان الفيلم اول تتابع البداية بتاع الناس اللي بتنتحر انا فاكر احنا كنا قاعدين في السينما بنعمل كده ثم الفيلم مملي 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 غاية ما في الاخر بنبص بعض يلا نخرج ولا نكمله اكيد اكيد هيحصل حاجة عارف فمديخلص فهو شبه الكرير ده من هنا الله يبارك لك هتعمل لنا مشهد من مشاهد ديجو الصصف ايوه ايوه بص على المجرد حد يتفرج حد يكمي يختار انا اظن واضح التحيوس اه انا هقول لا انا سيك سنس اقساب انطباع وفيه اداءات تمثيلية قوية جدا حتى لو الولد فشيخ وعلى فكرة على فكرة ده سيك سنس قبل البلوت تويست هو فيلم كامل ايوه هو خلص خلص حلو كمان ايوه حاس ولد بيحاولي يتأقلم مع القدرة الغريبة اللي عنده وبتاع تمام بقولك ايه بقى الرجل ده كان عفريت انا انا طبعا اصلا انا عايز اصيب دي سيك سنس اكلم عليه اكتر لما اكلم عليه حاسبه حيلبس في حاجة يا جامدة انت شايف حيلبس ايه؟ يا نهاري سويد حب كتير لبرايم الفير يا جماعة بلانت اوف دي ايبس و ايدينتي طيب ممكن اقول حاجة بس في الاول على بلانت اوف دي ايبس لان حالة سو وحالة بلانت اوف دي ايبس فيها شيء مشترك دول الفيلمين الوحاد اللي اتعمل منهم سيكوت اللي بانوا فرانشايز كبيرة جدا ايبس ايبس تحولت اظن هو برضو نفس كونسبت سو الشوت النهاية بتاع تنسال الحرية هو ده العمل اللحظة اللي بانت كل اللي حصل بعد كده انا مش من هوات الفرانشايز ده ولكن رغم التريل للفيلم الاخير جامد جدا فاكيد شايفهم كم يوم بس اللحظة دي تاريخية ايدينتي شفته في السينما انا كويس افلام الفيناتي اوي كلها جبتا واو ده انا افتكرتك شفته لما اتكلمنا عنه شفته في السينما وانا اذكر تماما ان احنا اتفاجئت في السينما ما كنتش اعرف وما كانش حد قال والفيلم كان اندر ريدر ويعني دخلناه من باب وشين حان خوشها مفيش اللي هي حالة سيكس سنس دي ادرز اللي هو يا جماعة في فيلم اتفوتشه وعلى فكرة بقى بعد عير يا عبا عادي بتتعرض دي حاجة فاايدنتيتي شفناه في السينما ويعني ما نقدرش ان كان التويست بتاعه كويس ده اللي الموقع كين ده عندي كم مرات طيب انا بالنسبة لي بلانيتو دايبس انا اتفاركت عليه قريب حتى قبل ما نتكلم عن الموضوع ده لان انا فاكر في فترة كده اعتقد في الفين وعشرة فوكس موفيز كانوا جايبين سلسلة واربعض من زمان واتفرجت على كل الافلام القديمة واربعض ونزلتهم عندي تانية بتفرج عليهم يعني الفيلم بتاع الستينات ده بالنسبة لي فيلم حتى بصريا حلو جدا جدا بصوان ما تحطه في وقته نعم لما شفت الفيلم ده وتحسيت انه هو اسي كلاس موفي اللي هو نظر شوف بقى السلم انهارت لدرجة ايه لدرجة انهم ما جايبين الناس ملبسونهم بماسك ايرن وميصورو بيهم لا بس لما تفعل ده في الستينات شكلهم شكلهم لما جبرت فهبت هو فيلم قوي جدا والفيلم انا بحب الميثالوجيا ده نفسها انا عجبني الفكرة بتاعت البني ادم والبيست اللي انت كنت مسيطر عليه وجي الوقت ان الاية تقلبت فالبيست ده بقى هو الفيلن وانت اللي كده بس انت متعاطف معهم شواء انا عجبني الديناميك ده بلانت اوف ده ايبس فيلم رهيب الجزء الاولاني فيه لغز انت عمال انت الراجل وصل على كوكب تمام هو بيتباع انه هو وصل على كوكب كوكب ده فيه بني ادمين متخلفين شكلهم بدائي والقرود هم اللي مسيطرين على الكوكب انت طول ما انت ماشي فيه حاجات بتحصل اللي هم بيتفنوا التاريخ بتاعهم بس كل ده اللي هو ماشي كوكب تاني يعني ايه المشكلة تمام وبعدين عادي روحنا في Parallel Universe بقى كأنك في حلقة افريكان مورتي مش حق قوي يعني بس المشهد بتاع النهاية ده انه يقايفها انت النهاردة انك في عشرين 24 تقول روحنا في حلقة الريكام مورتي غير وقع الفين ده انه سنة 68 وانتقول 68 يعني قصدي برضو لا ننكر انه سابق عصره اه كي 100% طبعا لا 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 رهيب سنة 68 حد افكر في الفكرة دي، هي رواية اصلا ما نقدرش نيجي دلوقتي نقول لا رواية فرنسية اعتقد وحتى الافلام اللي بعد كده ابتدوا يبقى فيها طائم ترافل وبتاع منها اللي هياه كلاسيك برضو انت بدخلتش في حاجات الجديدة بتاع تاعة الكل ده مليش داوة بالفيلم بتاع تم برتن والحاجات دي تم برتن ده اطير ذم عليك انا بتكلم على السلسية الاخرنية السلسية الاخرنية ممكن اتكلم عليها برضو بس احنا دلوقتي بنتكلم على الفيلم القديم انا بتكلم ان هو فيلم التويست اللي حصلت في الاخر دي خلت سياق كل حاجة حصلت تبصلها بمنظوم مختلف مش مجرد واحد اتدفن ويده طالت من القبر اللي هي النهاية دي لأ حطت انه ده المستقبل يعني ما بقاش ساعة حسن الخطر بعيدة عن الكوكب تاني وبتاعه وهيهرب ويرجع ولا اين كان لأ ده الفيوتر المشهد حتى كاكدر وهو قاعد على الارض عامل كده وشكل البتاع يومانياكس قدامي والت تاريخ بل طبعا الكوستم ديزاين رهيب الليبس بتاعهم وهم اصلا ركبين حصنة وبتاعه انا بالنسبة لي حاجة رهيبة وعلى فكرة في الافلام اللي بعد كده انت مش عاكبينك صحب وبقولك الفيلم دوت وهو عدا بينه تلك الساعة هم حيقلعوا اللي هم لبسينه دوت ويرجعوا بس عينهم بتحسن انا بالنسبة لي شكلهم رهيب بلانت اوف دي ابس القديم دوت على فكرة رصخ لترم ستريت قوي بيتقال كتير اليومين دول بقاله من ساعة الفيلم دوت لغاية دلوقتي بس هو اللي اخترعوا ما عرفش تلاحظوا لا هرتقة علمية كلمة هرتقة علمية ديت طلعت من ترجمة فيلم بلانت اوف دي ابس والناس بتريد تتكلم فيه لان هو كان بيتهم داخل المجتمع ده مش عارف ايه لا وكان عجبني حتى الصراع اللي فيه ان هو واحد شافوه مختلف ومجو ان فيه ناس عايزين يدفنوا الماضي اللي هو لأ محدش يجب بالحاجات دي وغلط وده فوربيدن يعني فيه دينامج كده رهيب جدا ممكن نبني عليه بقى الفرانشوايز كلها ده بالنسبة للتعامل فلع فن قوي انا بحبه انا بحبه انا بحبه لا 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 بس عينيه بس عينيه بس انا راجل فير مهدي عارف ان انا راجل فير انا فيه فيلم كتبته واخترت فيلم تاني ومش فارق معاك ساولا لا طالما الكونفرسيشن ماشي ايه لا انا بقوله عمتا لا 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 جرسالة داية احنا في حلقة اه في البلوت وست بس اي دينتي بيقى فيلم عبقاري بس اي دينتيتي بيعاني من المشكلة برضو اللي هي صحة من النوم اللي هي في الاخر احنا عمز الشاتر ايلم اللي هو كل دا في مخ واحد شوية كل الاحداث دي مخ مريض في الاخر بنكتشف التويست ان كل اللي بيحصل دا في مخ واحد مصاب ملتيبل برسوناتي دي ساولير فده التويست ان انت كل دي حاجة جواد ما يجوه هو كل الشخصات دي قاعد بيقتل فيهم فده شوية بتبهرك بس ممكن بعد شوية بتتعصب منه كفكرة بس يعني ان الصراع دوت ليه يمكن بتضحط دي شويتين يعني الصراع اللي هو فيه ان الشخصات اللي بتموت دي قاعد بتموت فعلا كانت موجودة واصبحت غير موجودة في سياق الحدث اللي احمد بواهر في السياق الحدث اللي بيقولك اما ده مقارنة بالتويق ان في الاخر لما تعرف الحقيقة هتحس ان بتكتشب ان شوية ان انت اوكي كل ما تفرج عليه ده كان في دماغ هذا المريض بلانت وفي دي ايبس طبعا فيه افكار فلسفية وافكار حرطقية بس انا عندي ايدينتي تتمايز على شاتر ايلن بحاجة غير نقطة التفاوت انا عاينف اقولك اقولك انه بعد الريفيل اللي حصل انه الفيلم ماشي ازاي بعد ما الريفيل طلع that's one thing اللي غير كده انه طلع ان الكاركتر بتاعنا الشخص بتاعنا ولا واحد منهم يعني هو ده لما بصل نفسه في المراية طلع بنقادم لما دي كانت اللقطة اللي خدت الناس انا ايدينتي تي حاس ان هو كان ماشي برضو في مكان لغز كده شوية وانت من الاول عمال تفكرت حاس ان انت تتفرج على نوع معين من الافلام واكتشفت ان انت تتفرج على نوع تاني خالص انا دي بالنسبة تويست بحد ذاته يعني انا ماشي ان هو بيسموها زي بقى هالوين او مش هالوين اللي هو في شلة ناس وواحد بيخلص صورة تاني تمام اشطر ايوه انا بكت ناسي بترو تمام بس اكتشفت في النص كده هو معلش ثانية واحدة لا ده مش فيلم كده ده فيلم حاجة تانية خالص فالرهان بتاعك كله كان ما كانش على ممكن فعلا زي ما انت قلت تحس انت تشيتت شوية تحس انه طب مع الناس دي ما بقيتش فرق معي او ما يموته يعني ما فيش الحاجة دي بس انا كان عاجبني السياعة بتاعتها وعاجبني الفيلم مشي في سكة عاملة ازاي حتى بعد الريبيل ودي حاجة مهمة بما ان فيلمت الشكله هيكسب وحياتي خلينا بس خلينا اغهمة اغ purple اغ helit هى بس حسرت ان انت دلوقتي حطيتني في حتة كده انك متوقعني في blurred لا кожinin اغ البنط من خلاص The Apes حتى با اغ skinny الرائبة can be a على حيات الدين حتى لو سابة انطباع او عملropol كنت suff Visual لا 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 انتو بتشتغلوني ماذا ما لا مش باشتغلك مش باشتغلك بقولك ايه انا بعد يكون الحماس الوبناتف دي ايبس نا الوقت يا جماعة الموضوع بسيط انتو كلمتوا كويس على الوبناتف دي ايبس وكلمتوا بشوية تحفوزات على الائدنتتي لذلك انا توقعت اذي الفوت في الوبناتف دي ايبس بس قول لكم حاجة اختار انت الارض انا فكرة احنا في الفوت مفيش زهار يعني انتو محظر في كل حاجة لكن في الفوت طب بيتفضل اختار ماشي صعبانة علي القرود دي احبها لا انا بس انا انا بحب بلاياتف دي ايبس بس حسس كفيلم في بلوت تويستش وفي حاجات بلاياتف دي ايبس في بلوت تويستش بحلوة في الاخر وهي اللي عملت الفرانشائز وكل حاجة بس انا حسن ما بيصدش بعدها حاجة بالظبط هي تغيير البرسبشن بتاك لكل اللي حصل قبل كده بس خلاص بس تماما اتقفلت فهم قصدي اه هتختار ايه؟ هختار ايه لان هو لعب لعبة مختلفة تماما اوكي وسكريبت ممتع بطلع بالكلام جدا والله رازم بأسر يا جماعة الرجل فيه ايه ده ويت انا بطيشة ايه ده ويت انا بطيشة اوكي طيب انا كنت هختار Planet of the Apes عشان السنة بتاعته فيلم ده 68 الناس دي راح تلفكرة سبع عصرها فيلم ده مختلف فيلم ده اظن فيه ناس ألدت وتأثرت بي كتير جدا فبس ده بالنسبالي كان السبع بال Planet of the Apes الشوت بتاعه طبعا تنسى الحرية تاريخي انا انا كنت عملك يمكن identity النهاردة ناس كتميش فاكره ده رائي وان كان يعني على مستوى identity اقوى على مستوى Planet of the Apes المجنيتود بتاعه عمله في صناعة السينما كفيلم برضو لازم نحترمها عمدك حق هي بس الفكرة ان احنا يعني هي خلت انه ده بيحصل على كوكب تاني بستيكس مختلفة وده بيحصل على الكوكب بتاعنا هباك هي فكرة الكوكب تاني 68 برضو ما تستيليش بيها 68 ده اعتقد قبل 2001 سباس اوديسي 2001 سباس اوديسي 69 ولا 66 شفاك بس يعني في وقت كان الدنيا مختلفة شوية هو انا انا team identity انا بحترم الليجي بتاع Planet of the Apes بس البرسبشن بتاعي اول مرة شفته مش حيث تغير وحفظل اقول انه افضل فيلم في السلسلة كلها مع كل اسف رأي الشخصي هو الفيلم الاولاني في الفيلم كش على البعض يا شيخناق اللي جاية جامده انت بتحب رايز اكتر من دون بحب الاولاني بتاع جيمس فرانكو ايوه ده رايز انا بحبه اكتر دون افشخ بكتير انا بحب اللحظة بتاعة نول بتاعة الارد تكلم داية طبعا انا دون عجبني اكتر حاجة اخيرة ال identity برضو قبل ما نخلص من هذا الموتش في مشهد خطة عربية من اعظم الكار اكسدنس في التاريخ اوكي اللي في الاول لا اللي في غسط لما ناس كنت في واحد منهم مات في حدث التاريخ ايو ايو ايوه هو التهرس ايو بلانات اوف دي ايبس يا جماعة انا بحبه وممكن في كومبرسيشن تانية بقى في فرانش رايز ازا اتكلم عليه اكتر بس خليني مركز في الحاجة دي فايت كلاب يقابل سايكو ده مطش ريزل او يا جماعة انا مش هبت ايدي ريزل؟ انا لو انه عندي خلصان رسمه لا استحالة وانه انا خلصان لا استحالة لا لا يا مانه مش لدرجة خلصان يا جد عم تقولش كده يا جد عفوك يا جماعة عفوك طب انت عندك حاجة عايز تقولها اقول فايت كلاب مش بس لمحلك على التوستية اللي هو هيعملها هو وراها على الشاشة للي كان باصل سفناشي لما كان بيقدم التوستية كان محترم المجنيتيود بتاعتها لدرجة انه قال للناس دي اللحظة اللي محتاجين انت تتعدلوا فيها وانتو بتتفرجوا لان انا هفجر لكم انا مكان كده الهوز طيب تعال نتكلم على سايكو عشان هنرجع نتكلم على يعني سايكو طبعا في الجزء التاريخي هيتشكوك اي حد بيحب السينما عايز تعلم سينما لازل نشوف هيتشكوك كل افلامه فيلمك المفضل فيلمك المفضل لهيتشكوك يعني رير ويندو بحبه سايكو بحبه طبعا اسمه اي دو اتفرجوا بحبه لا ما انت حتلست الفلموغرافيه اختار مش عارف يعني سايكو انت متخليش الكلمة على سايكو دلوقتي انا مشكلتي ان انا شوفت كل بتاعت شغل ألفرد هيتشكوك قبل ما شوف الاصل اللي هو شغل ألفرد هيتشكوك ومسرحة في ناس كتير جودوا عليه حلو مش وحش بس اللي ما شوفتلوش ماتيل بيردز بيردز كان بيجي جزء منه في نادي السينما طيب سايكو عنده لقطتين اول حاجة انه هو في توستين مش توست واحد التويست الاول اللي هو بطلة فيلم ماتت اظن لدي كانت حاجة سابق عصرها جدا انت في اول نص ساعة موضة البطلة بتحكي من عندها ده شيء سابق عصره وقوانه بشكل رهيب الشيء التاني طبع توست انه هو في الاخر اللي الام بتطلع مهيتها وان هو وده على فكرة القصة حقيقية يعني ده كان موجود هو نورمان بيتس واحد من اشهر السين الكريلس في تاريخ امريكا بقصة لا هو قصة حقيقية وهو معاش شوفتوا الفيلم اللي عملوا عن الفيلم في مسلسل لا انتري هوبكنز جيل مسلسل الكتاب كان موجود اشترى كل القصص نورمان بيتس سيري للكيلر تاريخي وكان بيلبس جلد امه على وشه تاريخي فده ما نقدرش يعني دي لحظة تاريخية معرفش برضه يعني فان فاكت على الفيلم انه هيتشكوك كان رفض ان يعملوا كان عايز يعملوا من غير مزيكة ومراته فضلت تتحقل عليه تم تجربوا بمزيك تجربوا بمزيكة كان بروديوسر معاه وكان بتكتب الساعات معاه وكده فالراجل كان رافض جدا وشاف ان قوة الفيلم في الصمت فلما فضلت تزوق 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 ورغيت ما عاملوا بموسيقى تصورية لما شافوا الفيلم والفيلم نجح دبل اجر الكمبوزر لانه اعتبر ان احد اسباب نجاح الفيلم هو الساونتراك مزيكة مشهورة جدا المشهد ده في الفيلم بتاع انتوني هوبكنز بوتري لانه هو كان واقف برضه يكون دقتها هو عارف ان الجمهور حيبتدي دلوقتي يصرخ فبقى بيكون دقتها يتصرخ وروح اميل الجمهور كامل طبعا الواقع التاريخي لسايكو بعربات الاسعاف اللي بره بالدعاية لتاريخي اللي عملها يعني ده فيلم برضه بزمن وما نقداش ننكر يعني ما ظلنش نلحظة تويستة كارين جنب فاي كلاب لان فاي كلاب يخربيت امه بس سايكو طبعا فيلم اسطوري ما لقليش منه اطلق او 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 انا انا اللي انا بفكر فيه انتوا عارفيني سايكو اول فيلم يبقى فيه حد بيشد السفون في التاريخ اول فيلم يبقى فيه فاكه لما قطعت الورق ورميته في البتاعة ده كان اول فيلم يبقى فيه شاكد تأكدوا اراي برضو جاية ده كنب خرر انتوا شاكتوني في نفسي في كل معلوماتي بس سايكو لأ سايكو انا بس حاس ان ابن هيتشكوك كان راجل يعني بيحب يجرب جدا وقاعد بيجرب في حاجات وبيعمل توستات غريبة وبيعمل حاجات في زمن بدري قوي بدري قوي فانا مش يعني انا لازم اديله الكريدت ده حد بيجرب حاجات كتير جدا لحد ما فيه بقى فيه جونرس طالع منه يعني فانا بقدر ده جدا وفكرة ان انت تخش الفيلم خلاص مركز ان ده البطل والبطل ده ما يبقاش موجود وتكمل بواحد تاني خالص ده يعني اعتقد وقتها الناس ما كانت شفاهم ايه ده خمسة وستين تاديل حاجة ستين 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 حاجة زمان قوي جدا فانا انا برضو اه التويست ان هو امه مش موجودة او ايا كان انا بالنسبة لي دي مش دي التويست القويات التويست القويات ان انت موت البطل كملت مع واحد تاني دي حاجة قوية جدا انا بس الفكرة ان هو جايز برضو الزمن يكون بيلعب وقت او يعني بيلعب زمان يكون بيلعب وقت زمان يكون بيلعب يعني دور في ان انا يعني بحاول احط نفسي مكان الناس اللي اتفرجت عليها مش قادر احس بدا قوي لان انا عمري ما احس الناس حست ايه وقتها فممكن ابقاميال حاجات اثرت فيها اكتر مؤخرا بس اظهر اللي بتفرجوا علينا هيبعندوه بنفس الحكاية يعني مع كامل احترامي فعلا والله اعلم هو فيلمهم ايه يعني حتى فايطلاب ده فيلمنا احنا ممكن يكونوا متعلقين فاهمين اللي بنقوله بس ما يكونش الفيلمهم هو فيلم فايطلاب اه 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 لأ فايطلاب يا جماعة انا اصلا انا فايطلاب برضو اتخبطت فيه خطة مختلفة ان انا لعبت اللعبة بتاعته قبل ما مكنش عارف ان فيه فيلم اذا فيه لعبة؟ فيه لعبة لعبة كانت اتنين بلعوه بعضه لما بتيجي تضرب حد بيبقى فيه اكس راي كده وبيبين ويدراعه ويفضل ملوح طول المطش وبتاع كانت قصة كده متاخدة من الفيلم بس مش نفس قصة الفيلم ده من الافلام اللي مش فارق حتى لو عارف ان هما الاثنين فيلم فعلا هلو جدا وجات لي فترة كنت سوبر اوبسست بيه يعني جات لي فترة كنت المشهد بتاعه انا سيب كلامك على فايطلاب للمراحل الاكسر ده شكل ومش هتتكلم عنه غير قبل اغير في نص النهائي طيب خلونا خلونا انا بقى انا بقى اقولك فايطلاب في جيلنا احنا الناس كلها يا طايلور ديردون يمر لسنجل ما انا كنت عايزة تتكلم ان الحكاية دي ماذا اللي كنت حقولوا ان احنا في جيلنا او لوحد بقى من دخل والحاجات القديمة دي كمية الناس اللي كان اسمها تايلور ديردون جير طبعية الافيش يعني او صورة براد بيت اللي هو بالسجارة والجاكت الاحمر ودي صورة ايقونية كان بوستر الناس بتعلقوا كان يحطوه في الحاجات المدارس انا اول مرة سمعت عن الفيلم شفت كنت حكيت الحكاية دي قبل كب اول مرة كنت في سينما اوديون كنت خارج مش فاكر في فناني فيلمه لقيتهم بيعلقوا البوستر بسيط قدامه انا مخدتش بالي ان اسم الفيلم مكتوب على الصابونة بس كل اللي شفته لي فيك انا باموت في ادوارد نورتن من ساعة وباموت في براد بيت وبعدين شايف اتنين مدعوكين ضربة على البوستر وفي صابونة ومفهمتش اسم الفيلم ايه انا رجعت الكلية بحكي العلم بقولهم في فيلم اللي براد بيت وادوارد نورتن وعليه صابونة ومش فاهم اللي بيحسن من الحاجة اللي خدت بالي اما تفرجت على الفيلم تاني انه انه هو براد بيت جيمس دين جدا وهي مقصودة لان انت هتخذ نفسك كول هتخذ نفسك جيمس دين فهو فعلا بشكله باللبس بالسجارة بالجاكت هو اخذه من فكرة الجيمس دين دي ممكن نقول بقى انه يعني كده كده نختار فايت كلاب لو عايزين نحاول شوية كلام عليه قدام يلا اشان برضو مبايا اشو بتاع انا عندي كلام برضو اقوله على فاكرة تاني دور التمانية السؤال الاول دايما اسأله لما بنصل له هزي النقطة فيلمك لسه موجود فيلمك لسه موجود فيلمك لسه موجود اوه يقابل اول بوي اوكي انا بالنسبة لي عارف اوه اول بوي انت ايه ماشي انا مع احترام الوجور انا عارف طبعا اكيد بعد انتعامل منه عشر اجزاء او حاجة زي كده انا مش سو هيبقى شابه شوية شابه بلانت اف دي ايبس شوية انه برضو لا اول بوي يا جماعة حد بيعز بيفشخ حد فعلا يعني يا جماعة في فيلم اسمه The Handmaiden لنفس المخر فيلم كويس اوه وفي تويست قوي جدا ده صالح انا عوز يحطه في الحلقة بس الا انا اوه الا طرق اشوفتنا فا احنا فيه افلم ممكن تكونوا عروفينها او بديهية تكون نوودة بس فيه حاجات انا ما شوف الأسف الحلوك اشتبون ايش اه نولان يقابل نولان جاوه من ده unterstüt ، انا عندي خلصان هو حب يعمل أماديوس تاني بس أخده في حتة الأبساشن يعني هما اتنين أماديوس كان عن فكرة الموهبة وهل الموهبة مقابل المديوكراسي مقابل الظبط لكن ده بريستيجي ومفيش حد فيه مؤشترم التاني لكن هو تحول لفكرة ان هما اتنين أبسست ببعض ومن كتر ما هما أبسست ببعض ضمروا حياتهم محدش معاش سعيد فخد الأبساشن لفكرة تانية يمكن الإكستريم ان هو في الأول بينتقد ان ده في مشهد ان هو واحد ينتقد ان ده مش ساحر وان هو مديوكر والتاني بينتقد ان هو بياخد لينكس مش عمي وفي الآخر ده بقى بيقتل يعني هو بقى بيقتل نفسه والتاني دمر حياته فبس فيه جانب فلسفي فيه كوارتي طبعا إخراجين وصورة حياته بس فيه جانب فلسفي كم منتو يظل قطعة تاريخية ما نقدرش يعني أظن مكانه في تاريخ السينما واللي عمله يعني ممنتو وقعه على تاريخ نوران غير بريستيج بريستيج ما أقلوش حاجات هو فعلا بريستيج جزء الهوس ده كان معمول كويس بس احنا تاني احنا بنتكلم من فيلم أحسن ولا يعني احنا برضو لسه في إطار البلوت تويست بتاعت ممنتو برضو طبعا هو الفيلم الأحسن انا بتكلم انه هو فيلم أحسن بس انا بتكلم من ناحية الفلوت تويست واخ ايه؟ ده يوجو ساسبكتس وخابل ده سكس لا ايه بش انا لس شايف الفيلمين قريب على فكرة لس شايفهم طيب ممكن هتكلم بلس يه للدرجات دي طيب انا حاول حاجة خفى جزء كبير جدا من الكروت لغاية اللحظة النهاية لحظة النهاية بتاعت المج حتى ما تيجي تبص على اللحظة دي اوكي المج مكتوب عليه كوباياتشي يعني اما رجعت اتفرج على الفيلم تاني واشوف الحاجات اللي على الحيطة والحاجات اوكي يعني واقع اوكي اقلف من ده بس اوكم مخبى عليك اغلب الحاجات يمكن بقولك اللحظة الوحيدة اللي فيها استعراض العضلات هي الشوت بتاع كيفين سبيسي لما عينه جابة لحظة واحدة دورة عليها لكن المشهد اللي افتتاحي انت ما شفتوش اما بيولع السجارة وبيطفل بتاع بعدين موته كيزر سوزي ما شفتوش خلي بقى لحد النهاردة كيزر سوزي جزء من الاسطورة انك شعب هو اسمه كيزر سوزي ولا اللفظ معناه الياس او معناه اسمه مستعر او كده وباي دا وي كيزر سوزي من الاسامل اللي كانت الناس كتير او بتستخدمها في البردو نيك نيم زي ناس كتير كان اسمهم كيزر سوزي والتاج لاين بتاعهم كان طبعا احظا خدعها فطبعا دا لان ننكره دا سيكس سنس يمكن معاكش نفس الانسمبل الممثلين بنفس القوة معاكش حاجات كتير ولد صغير مش هيل عليه حمل كبير جدا في الفيلم لكن انا مرجعت اشوف الاتنين سيناريو جامدين او يا جماعة يمكن الاتنين اوسكار ويندرس صح مش هعرف سيكس سنس موحر مظهول سيكس سنس ترشح مظهول نشكس بحاجة اصلا سيكس سنس في حتة ان هو في عالم الهورور لكن هو مش فيلم هورور في عالم الممارئيات دي كانت نقطة مهمة اه فالم يعني لا هو في مشاهدة خوف في مشاهدة خوف بس مش بنفس القوة سيكس سنس على غير العقل فيلم فيه اموشنز كتير جدا 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 في اللحظة انا اتأثرت فيها عاطفيا بالجانب التويست هو فيلم عن يعني يجو قصص فكسيكين مفيوش دا هو فيلم عن شخصات مهزومة هو كل شخصات الفيلم مهزومة الدكتور مهزوم زوجته مهزومة لان جزء سابها الام مهزومة الام مهزومة الام مهزومة ورقتها الولد مهزوم في كل حاجة حتى القصص الجانبية الابنت اللي اتمامتها سممتها فهو مبني على دا الولد شايل احمل بالهبل هو فاهم انا محادش هيصدق اللي هو بيقوله وان كان عملهم لحظة ترايومف كده وانتصار لهم كلهم حتى فيه مشهد فيك وان كان اصر فيه لما الام بيحكي له على الجدة المتوفية فبتقوله هي قالت علي ايه فقالت انها فخورة الموش ان الي جبار لحظة قوية جدا ترشح لستة نكسبش ولا حقا فالفيلمين طبعا بالنسبة لي فيلمين الايقونين لو بتكلم بس عالسيناريو تاني في حتة يوجد جزء من قوته ان انت تعافش ايه الحقيقة او ايه الخيال اللي فيه وان كان بتكمل فيلمه مبسوط ما خباش عليك حاجة انت ينون هو ما خباش انت بتخلص الفيلم انت عارف ايه الحقيقة وعارف ايه الخيال بشكل متكامل دي اظن تحسب له انت بس مش عارف مين اللي صحي ومين اللي ما اجي لا اعارف فيين في سيكسانس لا انت عارف لان كل الناس اللي تيجي تطلقوا اه لان بتخلص الفيلم النهاردة اه بعد ما فهمي انت عارف كل حاجة اه ده ايه الحقيقة بس ما فيهوش الفخ انت كنت تتحكي عليه ان انا عايش في حلمة بني ادم لان الناس دي ما تتفعل لا فيه ماستر مايند قوة ان هذا الشخص اللي هو فيربال كانت او هو كيزر سوزي هو اللي خطت كل ده عشان يموت الراجل جاي يشهد عليه يعني قوة الفيلم اه ان كل ده هو استغل ده هو فيه حتة بيقول مين اللي لمهم ده هو اللي لمهم على اللقطة العرض دي هو جاب الناس دي كلها حطاها في اللقطة دي عمل كل ده استغل ان الراجل التاني اكس كاك وانه هو عنده اللي هو الممثل التاني استغل كل حاجة انه هو داي بين الماستر مايند وانه الزابط فقط انه بيضغط عليه من ضمن الحاجات القوية في الفيلم ان الزابط لما بيجي بيحقق معاه بيقول افاكي انا اجمد منك واسكا منك وخليك تقول كل حاجة يعني استعرض بدي بس بقولك ما عملش اللي هو ان انا بوريك من الاول ايه الحقيقة والخيال بالشكل ده يصب سيكسنس عنده قوة كسيناريو انه ورك مشهد في اول فيلم تتوقع انه واريوش لازمة او عادي يعني مشهد افتتاحي انت شايفه عادي جدا اللي هو راجل داخل بيتهم بيقعد مع مراته عادي بيطلع ويحتفل وخلي بالك هو هنا بيعتزل المشهد ده تبني عليه فيلم كله دي كوتس المشهد ده اللي رجع تشوفه كل حدا في الفيلم تبنت عليه فشاف عادي انا اسف ان انا مأثر في حياتنا عشان نما تعرف نازع لنا منه وكل ده فهو الفيلم ده تبني على مشهدين في رأيه المشهد الاول كله الى الحمام الهوم انفيدر ده ده الولد الصغير لو كان كبر من غير محب يصعب عشان كده حسس بالجلد بعلك القضية الوحيدة اللي مقفلهاش او الكيس الوحيدة اللي مقفلهاش بتاعت الولد اللي قتله ففضل الشاي الهمها حتى هو ميت انه ما يخليش التاني بقى زيه ثم مشهد المفاجأة ان الولد ده في الحمام ومسك المسدس والطلقة وهي بتطلع وانت مش بتقول اكيد لا ففيه فلاكسنج للحكاية دي والبتاع دي كلها فيه مشهد عبقري يا جماعة لو رجاءت شوفوا الفيلم اللي هو بتاع اول مرة يخش عندهم البيت الولد بيخش هو هو عاد مع امه وهو عاد مع الام ده اظن ده اصعب مشهد بالنسبة لك مخرج ده اللي كانت كل الناس بتقارديو بيه لا يا جماعة احنا شوفنا بيتكلم مع الام ما تكلمش مع الام بس انت دائمك نص ساعة وبعدين هتطلع لي شوف تطلع تستحمى وشكري فانت هتتصور بفرجتك الاولى ان اوكي نص ساعة تقضى خلاص وان كان انت لو اعزة واحد يعالج ابنك حيقعد ان شاء الله قد عشر ساعات وبالنسبت حسب بالساعة فالجملة لاش معنى بس الكادر اللي عمله بالكورسيين بقعد بروس ويلس مش بصين قوي بس بصين انت بتشتري ففيه عبقرية في الحتة دي فانا مش قادر اتكلم عن في مين في مين انت اتكلمت كلام حلو جدا جدا حتى فيه افكار عندنا جايز ما كنتش يعني ما عبرتش عنها بس انا ما اتفك معك في حاجات كتير جدا اختار بقى يا خوتي انا اختار انا اختار بمنتهى البساطة لانه فيلم فعلا فيلم حلو حتى لو التويست ما كانتش حصلت مع انها تويست فشيخة انا مبصود فشخ هو فيلم خلص ما مش مستاهل اصلا عمله اكستنشن عادة ان الافلام اللي بتخلص وبعد انت عمل لها اكستنشن ديت بتبقى نقطة سلبية وهو كنت تسيبه زي قونار يعني قونار بالنسبة لي فيلم خلص قبل ما يخلص بربع ساعة فتخيل بقى لما حدك ويروح ضيف لك على فيلم حلو خلصا حاجة تحطه في الايكون ستاتس انت كنت ممكن تخلصه في مشهد الام لما بيعترف وبيقول لها والمصرحية وخفو بأميل وخلص وعلى فكرة المشاهد اللي كان بيكلم فيها امراته انا برضو علشان انا عارف التويست فانا برضو بحط نفسي مكان الناس اللي تفراجت عليه في السينما او الناس اللي شايتوا لأول مرة المشاهد لما كان امراته قاعدة في المطعم وجي قاعدة يتكلم معاها وراحت سايبة الفلوس ومشي ولما كلمها قبل كده وهي نص نايمة كده انا بتتكلم معاها هل الناس هل فكرة ان امراته هتخلو مع واحد تاني وهو بشاف يعمل ايه ايوة لان هو قوة الفيلم ده جماعة انا دايما ما حد بيتكلم في الكتابة دايما بقول ان يمكن احنا عندنا مشكلة في المسلسلات انا اوكي بنحاول نطول بس دايما بقول ان كاتب السينما لازم يبقى بخيل جدا ما تحطش مشهد مروش لازمة صح المشهد الاولاني بتاع فيلم لو حد قايز يتعلم ازاي اسست الشخصية بتاعت بروس ويلز اسست علاقته بمراته اسست علاقته بالولد اللي مات والولد اللي حيقابله بفكرة الكيس انت عملت كل ده في اول مشهد بدربة الرصاصة انت اسست كل ده في مشهد واحد نساكن رجل ده ده درب بالرصاصة معرفش ازاي عملها يعني بقولك انت شفته بيموت انت شفته مش حاجه بعد كده بيريفلها لك ده طالع الدرب بالنار ممكن يكون عندك اللي هو هو قال هو قال انها دخلت وخرجت فانت تصورت ان الموضوع خلص لا لا بس هو قال دخلت وخرجت كان المشهد لما ابتدت تلف في البعبين قال لها دخلت وخرجت بس اللي انا بتكلم فيه انه هو الانطباع اللي يجيلك اعتقد انه لا انا مش هينفع عيش معاك وانت واضح ان عندك مشاكل كتير مشاكل دي هتأثر على اول مارج اوبيسي لو حد فينا الضرب بالنار يبقى البتاع دي هتأثر على جوازنا فانا قلت ان هو ماشي ممكن يبقى ماشي في السكة دي فانسيت فعلا ممكن انا ما نسيتش اللي انا ما عارف بس ممكن يكون هو اللاعب على الحتة دي فانا انا انتو فاكرين المشهد لما كان بيسمع التسجيلات مع الولد اللي قتم اوه لما العلى الصوت ده جماعة ده رعب انا ما عرفلوش اسم سمع ايه سمع العفريت بيكلم هو رفع هو رجع سمع الولد وهو بيكلم العفريت وهو بيبري من خوفه لان خلي بقى لك فيه حاجات كتيرة اتعملت مع فكرة الولد الجفتد اللي بيشوف ميتين ولا بيشوف عفريت ولا كلام زي ده وكلهم في نقطة معينة بيتأقلموا مع ده في ده سكس انس الولد متأقلمش الا لما راجل سعده لانه كل لحظة كلهم بيخوفوه كلهم بيرعبوه والولد التاني كان بيتمتم حاجات من رعبو وانت مش قادر تفهم انت مش قادر تفهم معاناته جاي منين بقولك المشهد ده مشهد مخيف وانا معرفش الخوف ده اسمه ايه يعني انا فاهم الكريبي مومنت وفاهم جامب سكيرز وفاهم ما معرفش مين انا فاكر ان الفيلم ده المشهد ده خلانا تريعش وانا معرفش انا خفت من ايه عايز اقول حاجتين على اول حاجة في جملة كده قالها في الفيلم قالك كيتن فوتت كان بيكلم على الزابط اللي هو مفوت انت بتخذنوا بطل فيلم طول الوقت وانا كان بيحركهم قالك باتامان كان تشينج وات هي از هو بيتكلم على نفسه بس هو بيبيع ان ده الفيلين هو بيتكلم على شخصية فدي جزء من حتة اللي فيها شوية الفلكسين في حتة برضو صيعة برضو من حتة لما بيمزل كيفين سبيسي ياخد حاجته من تحت من الابانات بتاعت الاسم فبتديروا ساعة دهب ولا عدهب ودول مش منطقين هما يبقوا مع الشخص ده صحيح بس انت برضو في الحتة دي ما بتاخدش بالك يعني لو انت بتقول اوكي ام تيجي بقى تقول اه ما مو ليه ده انبسك الحاجات الدهب دي بتاعت حد شوية يعني شخص فدي من الحيتتين برضو اللي جامدين ارجع تاني اقول برضو من قوة سيكسانس انه مش شخص فاشل يعني يجرى الساسبكس تول الوقت يحاول يوريك انه هو انت الضعيف انت لهبة لانجمد منك خلي بالك هما بيتحكوا عليك يعني دايما في محاول التحقير من كيفين سبيسي عشان يمكن تدي توست في الاخر او كده بس في بحاول التحقير خليتك شوية تبقى ان انت مش مستني حاجة تحصل فاستفاد منها هو شاطر جدا في شغله بالعكس ده هو من كتر ما هو شاطر ما اثر مع مراته فانت لكن عمره ما كان بالعكس ومش عايز يفشل هو من كتر فمراحش الكاركتر امون هزم عشان مراته بتسيبه او القضية الاخسرة لكن هو مش فاشل بالعكس ده اول ما اش在 يقولك ان المحافظة وموديال وجايزة صعبة مش فشاطر جدا فيمكن ده برضه بالنسبالي على الى الحكifting سيكس سنس سيكس سنس ثلاثة سفر او رايت ايدنتي فاي تلاب خلصان قوي اه مش خلصان تهيقلي داتا كريم اكبر من اللازم بضافة الايدنتي بس يعني سعيد ان هو حصل عليه بسرعة نصف النهائي لا انا ممكن نقطع هنا ممكن ان انام لسه موجود لسه موجود لسه موجود ماشي اول بوي و ممنت استنى انا نسيت وقري واحد يوم لا لا خلاص لا انا فاكر كويسا اكتبت اوكي اوكي انا ما عنديش حاجة ما عنديش حاجة اقولها الفيلمين انا بحبهم الفيلمين سابوا عندي انطباع حتى حتى لو مطرقتش عليهم قريب بس انا فاكرهم وفاكر الانطباع اللي عندي والاتنين لا الاتنين علامات يعني بحاول اسأل الاسئلة الصحة ما تيجو بقى نسأل الاسئلة بتاع تقييم البلوت تويستية اللي احنا كنا بنتكلم فيها وبنغي فيها اتقدمت امتى البلوت تويست في الاخر او بالنهاية اول بوي في الاخر ممنتو برضو في الاخر الريفيل فيه تتابع ان هو بيفيه تتابع بس قصدي ده اخر يعني مفيش حاجة حصلت بعدك ده اول حاجة خلص هو الفيلم ابتدى من هنا فما فيش حاجات بس يعني لو عادنا نتحنيك شوية يعني هنوان الفيلم كله هو اللي ترتب عليه ده بس عشان الفيلم بلتشألوك يعني اول بوي لا هو بعد الريفيل اعتقد ان هو بس قاعد يتوسل اليه وبتاعه متقولهاش باين او ما او خليه الموضوع ده كذا كذا وفي الاخر بي نقطع لسانه وقال انا يعني هو بالنسبة له حسس بشيم تقريبا هيكمل مع بقية حياته وحتى مش عارف يتكلم عليه فحس ان ده مقياس برضو يعني ممكن نقول لي اتنين في الاخر شوية فمش عارف مين فيهم غير متوقع اطر غير متوقع خليني ما قولكش غير متوقع اول بوي لازم الاجابة كتتقال انت مستنيها ماينفعش ممنتو مش مستنيين صح ممنتو مش مستنيين انا زي اللي انا قلتو ان هو لو حتى كان فيه فيلن هو اللي محركه او حد قالك انا هرزيك مثلا لو تخيلت مثلا جاي بيش ده واقع في الارض وحد بيبوينت جان عليه وقال له انا هخليك تلف حوالين راسك وهخليك ما ما تفتكرش اي حاجة و this is me telling you و we probably gonna forget this face مثلا ده كان ممكن يحصل والفيلم يعني ممكن اه طبيعي لو هو عمل كده في نفسه اه بس عمل كده في نفسه يديله يعني العلم كده لما سألت السؤال في الاول انا كان قصدي لان الناس كتير بتحب ممنتو كتير جدا ومع ذلك انت لو جيت تسألهم رتب لي top 10 بتوعك اه افلام بلوت ويست ميفتكرش من ممنتو ميفتكرش من ممنتو في بلوت ويست يعني انا رأي ان في افلام خرجت فيها توسط اقوى من الاتنين دول يعني او سوري لا اوت بوي بس اقوى من ممنتو اتليست ممنتو قوته بص انا انا شفته ممنتو في زمنه مش شفتش اوت بوي في زمنه يعني اوت بوي شفته لما كبرت ودخلت الشغلانة عمره ما عد علي يعني كان بالنسبة للفكر تتفرع على فيلم الكوري دي يمكن عجيبة جدا دلوقتي طبعا الناس الجديدة كل حاجة يعني كوري كوريا راحتوا حتا تاني بس اياميها لا مكانش ده شيء مطروح ممنتو كان برضو في الحالة دي بتاعت يا جماعة في فيلم اسمه كذا ويمكن جل عشيد كست فعلا وعلى فيديو يعني وشفته كده شفته في وقته في زمنه في حالة اللي هو في حاجة هنا لازم تشاف فيمكن ده جزء من الانطباع بتاعك او يعني عندي الحالة دي اللي يمكن لسه لحد دلوقتي فعشان كده انا حاستنيك وتتكلم انا فكرة بتقول عشان كده انا حافظ اريحكوا لا انا فهم اللي انت بتقوله انا ممنتو مش شفتهش في زمنه على فكرة انا شفته لما اكتشافت انه هو قطعة البازل اللي فضلالي عشان ابقى شوفت كل افلامه انا اتركت علي امتى؟ في 2007 على او تي في اوكي ايه؟ بيقولك شوف ممنتو مش عارف ايه كانت تفكر الحاجات اللي في الاودي انا اوتي فيه كنت بحبها جدا شاعة اتلوتي فيه الله يبستيبه الله ارحمه 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 لو السؤال اللي انت سألته من ناحية اهمية البلوت تويست او من ناحية ضرورة البلوت تويست والانطباع اللي تساب عندك بعد معرفة البلوت تويست دي اعتقد قول بوي اقوى طيب انا هرجع يعني كده بارغي من باب الفيلم اللي في دول ممكن تشوفه تاني باب انتو مية في المية بس انا مش هشوف اولد بوي مش عشان البلوت تويست هشوفه عشان دستيربين يعني مش هشوفه عشان دستيربين او عشان تقيل علي يعني يعني مش قصدي اه ليش دعوة بس هي يعني هو اللي بتكلم عن الرووت شابله صح 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 بس قصدي مش علشان انا عرفت النهاية فالفيلم هيبقى مماما لا 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 هو انا هي صادمة اكتر من قدرتي انه ما تحملها مرأة طيب حسن سؤال تاني ايه الفيلم القدري اكتر يعني يعني اولد بوي ولا ميمينتو القدري اكتر الاتنين واحد هو اللي بيعمل كده في نفسه علشان عايز يلاقي ميننج لحياته بشكل او باخر التاني في حد بيجات ريفنج ففشخ واحد تاني يعني يعني يحس انه انه الاتنين في مخطط ليهم شوية ممكن تقول بس ان ممنتو ممكن الحاجة اللي حصلت له تكون قدرية شوية ان هي حاجة برضو يعني مستيك كده شوية هي ممكن تبقى فيه ناس كده بجد او بليفل هو فيه ناس كده بس قصدي يعني الالمنت ده مختلف هو على فكرة لا بس انا انسيت قول بوي على فكرة كان فيه تنوين مغناطيس يباين او حاجة كان فيه الالمنت كده ان هو مش عارف في لما يشوفها حيعمله صد ساعة فهيكليك معاها لما يشوفها كان فيه برضو حاجة كده انا دي افتكرتها فعلا بص انا يعني مش دير خنائق لا عزت خنائقها فبتخنق الخنائق انا معاك فحقول ممنتو واسبكم انتو تتصرفوا مع بعض من ان انا اول بوي بحترم السايكوباتات التويست وسايكوباتات ان فيه شخص فكر في كل ده ولكن حاستل ارجع لما يمنتو وافتكر ان انا كنت بحب الفيلم ده وما زلت بحبه وأظن ده برضو من الافيلم اللي بترجع تشوفه وتقول هل كانت ملعوبة صحة ولا لا هل كل حاجة رجبت في مكانها ولا لا وفيه الحتة دي ان هو ايه طبعا انا يعني مع كامل احترامي وتقدير الفيلمين وبجد بحبهم بحترمهم جدا مش بحبهم دياد بحترمهم جدا ان بحبش قول بوي بس بحترمهم جدا للاسباب اللي تخلي احد في الدنيا ما يحبش قول بوي بس لا ده بحبه عشان البلوت توستات ولا ده بحبه عشان البلوت توستات مش هو ده مش ده الموضوع يعني مش هو ده هو السر الاحترام بتاع قول بوي كده برضو اه مش عشان البلوت توست قول بوي ان لم تكن اجابة اللي بتاعت ده كله غير شافية وغير صادمة كانت ممكن تقصر على الفيلم الشكل السلبي جدا لدرجة انها كانت ممكن تدفينه حقيق ممنتو مش فارج ممنتو الاسلوب السرد مع السندرم اللي انت بتتكلم عليه بطريقة التناول بعبقرية المونتاج ودي على فكرة من الحاجات اللي يسوقني ان نولان بعد كده هو بيتعرض للجنب العلمي جنب النظرية في افلامه افتقدها شويتين ان الكيسة بتاعت ممنتو كلها تشرحت من خلال حدوطة تانية بتاعت الراجل وامراته وحقنة السكر والكلام ده كله درجة تانية ما كانتش مصدقة اللي بيحصل ان ده توصدينيس في رأي الشخص محسستش انها مقحمة ومحسستش انها غريبة وشرحت كل حاجة بشكل كويس جدا انا تيب من انتو برضو قدت سارع ان هو كنا تختار قلت بوي كنا الا انا كده 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 انا كت اختار قلت بوي بس اكت اسفله واحشى من انا انا بس اختار قلت بوي برضو قلت اسبابي wanting انا بحب الفيلمين ماشي بس اولد بوي جايز احنا يعني احنا لتنا عاملين سنس نفس الحاجات بس دير فور عندنا مختلفة يعني علشان انا حاسس اهمية الريفيل ده او اهمية ده في القصة فحاس ان هو اليق على اللعبة اللي احنا بنلعبها دي اكتر من ميمنتو ميمنتو ممكن اقدره شوية لو بتكلم على دور تاني ستاشر غير البلوت تويستس لان مش هقدر ميمنتو فيه في البلوت تويست بس هقدر لو مثلا بقدر او افضل ماراتف مصلنا ان ميمنتو فيه اللافذ اللي هو افلام نقولك مايندفوك اغلبها بتوصلناه تحت افلام التويستات اللي في النوع ده اظن ميمنتو هو فيلب مايندفوك بغض نظر去 تويست او لا بيز orbية يعني بس عشان نبقى فهو غصب الانعلاق لازم يجي في الديبيت ده لان هي التويست مش هو الموضوع لكن ان كل حاجة بتفولز انتو بلايس كبازل بالمعلومة النهائية بالضبط هو معمول حلو معمول حلو والحكي الناراتف نفسه حلو فانا يعني انا ممنتو بقديره كل ده ممنتو كسب جايز؟ ما اتقدش ما كسبش سيناريو؟ بس الراجل عمل تايم لان جديد يعني ده هكون ممكن ندخله في التلعب بالزمن بقولك ايه خلاص بقى مش هنفتح ودايرا نجعل الحلقة اللي هم عملوا يا جماعة تلعب بالزمن الناس دي ما كريتش فاير هو ايه الكسب؟ لأ مش هنقول بقى عشان الناس ممنتو ترشح سكريم بلاي و ايدة اني طبعا 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 منتقي فعلا هو السؤال هو ازاي مكسبش ايدة اني اصلي واحد بيادت بالعكس ممنتو بس انا اقول بوي بس ممنتو يعطي طيب انا ممكن اسكه نصف ساعه وارجع هو ده النهائي المبكر انا بلنسبالي انا لو حرتبه وحط عليه ماشي ممكن اتكلم عن فايت كلاب شوية انا فاكر كنت عايز اتكلم عنه في الدور اللي فات فايت كلاب زي ما انا قلت ممكن تحبه الاسباب كتير غير البوتوست اللي فيه غير انهم نفس الشخص حتى لو كان واحد حياته ضائعة وقابل واحد شايفه الكولر منه والنسخة الاروش والنسخة اللي بيتطلع انه يبقى الشخص ده في يوم الايام الفيلم يشتغل عادي مفيش مشكلة حتى لو هم ده واحد خده تحت جناحه وفي الاخر قلب عليه فيلم شغال عادي انت في غنى عن البلوت تويست دي بس انت بترميها وطبعا هي بقت حاجة ايكونية بس الفيلم حلو من غيرها عادي وانا ما كنت عارف البلوت تويست وبحب الفيلم ده جدا الفيلم ده جات لي فترة اعتقد في 2011-2012 انا كنت ابسيست بي بشكل غير طبيعي وكان عندي البينتينج اللي هي كنت معلقة عندي في القوضة طبيعة كده عمل لها فريم وكنت بحب الفيلم ده جدا وحافظ الديالوج بتاع حافظ المونة لوجز بتاعته وحال من اكتر الافلام الكوطبل في التاريخ جدا وام جاكس بروكن هارت اي مش عارف ايه والبتاع والحاجات دي واما فيلم ستيليز جدا اللون الاخضر المسفر اللي فيه ده بال لا ام شايف انكو انت بتتفرج على الفيلم لمعايز كل شوية ان تقوم تخصيب ايه ده اه في عرق وفي تلوث انا عايز اقول لك حاجة انا لسه شاف الفيلم الفيلم ده 2005 كامل لا 99 98 98 الي كنت في القول يا يا جماعة الفيلم ده فيجول الحن النهارده فهل جدا مع الجش تماماً فيلم ده تفرج عليه كأنه لسه معمور مرعب في القوالاتي اللي هي تن 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 هكملوا بس أنا أطعطك أنا إسر آآ لا أنا بس اللي كنت بقوله أنه هو فيلم فعلاً يعني أنا كلمنا على The Sixth Sense أنا بس بدي برضو فايت كلاب أنا لسه محتار بس فايت كلاب لأ يعني ده مطش صعب جداً جداً لأن فايت كلاب فايت كلاب لأ فايت كلاب رهيب والربيل قالك It's called the change over the movie goes on none of the audience has any idea أنا فاكر الحاجات والحاجات اللي أنت بتشوفها وبحب جداً لما براد بيت خد البتاعه وقال لك ورح واقع فيلم روش فاشخ فيلم روش فاشخي من التسعينات ولسه روش لحد دلوقتي مجولي رهيب مطش صعب لا نتكلمش عن تحتيم الحقيقة الرابعة لما خصوص الفيلم سابوا الفيلم وقعدوا يتكلمونا شوية والفيلم بتحس السينما والبتاعه في الناس كانت على سينس كتير فهي عايز أكلم على الفيكلاب فيه شوية حاجات كده بالنسبة لي مرعبة وسبع عصره أول حاجة يعني بس جيب جملة قال لك ايه استفالة دي يعني افهم بعدين قال لك بالنسبة لي كل شيء يعني انه لا تقلق فهو يعني عمل فلاكسينج عليك بشكل مرعب انه هو زي ما انت قلت فيه مشهد هو في المطار لثانية بيطلع ايه يا اخي ده وبروكل فول فول وهو بيقول ان هو كان بيعمل كده ساعت بحط حاجة في النص والناس بتحس انه شافت حاجة وسانه مش شافتش حاجة طلع مرتين مرة برده كان في مطعم في حمام او في المستشف لما كان رايح للدكتور في حاجة برده في لا في المطعم كان واحد من الكرو عارف انت لما كان بيحكي الانسومنيا بالمعنات بعدين يقول لك مرحب مين كان فيه على التلفزيون كان واقف وسطه الفيلم على مستوى الفلسفة يعني سيك سنس طبعا ما ننكرش ان هو فيلم فيه مشاعر وفي حاجات كتيرة قوي وفيه طبعا اللقطة والولد تاريخية حاجات تاريخية فايكلاب انت بتتكلم على فيلم فلسفي جدا على فيلم بيتكلم على سقوط الامبراطورية فيلم اناركي جدا فيلم اناركي فيلم بيتكلم على شعور الاحباط بتاع الجيل بالكامل ده صوت جنريشن وانك مش هتقدر ان في الاخر انك تدجن الناس هنفجروا فيه فكرة في الفيلم فيه حاجة فيه فكرة مرعبة في الفيلم ده بتاعت وفكار دي ماشت في مسلسة الجماعة لما عمل الناس مشيت ورا راجل اختلع كالت وهو مش عارف يكنترول الكالت الراجل عمل كالت وهنايم مش ورا واحد عمل كالت وهنايم فيه حتة لها زي ماشت الجماعة في الاخر الهازة خلق الله الندم الراجل ده في الاخر مش عارف يوقف ده ومش بيصدقينه يا جماعة وعلى فكرة تاريخيا ده حصل بيوم مرة ده انت بتخيل حتى الكاوتا دي لا الخبارك بتوعها اللي عله على الليدر دي قصة تاريخية جدا في كل الديانات في كل الافكار ان ظهر الناس اللي اكثر تطرفا من صناع الفكرة فدي فكرة عبقرية فكرة انه هو لما تولع في بيته اللي كله ايكيا وكله اللي هي وكله البرندات اللي كان بيحبها وبعدين تولع فيها وراح للراجل الابو جاكتة وبتاعه بقى نفسه فيه في ليرز مرعبة وفي ملع عبرة في السيكونس بتاع البيت اللي ولع دوة والله انا مفتون بيها لما سب كل حاجة وبص على التلاجة بتاعته وهو مرمية اللي هم بيت مليان توابل مفهوش اكل كيف تتحرك فكرة الصابون ايه الصابون ده والن الصابون يعني متفجرات وانت عادي فهم؟ ويجيب الصابون منين بيع للمس الدهون فاستك العمليات اللي هي الدهون والتجميل والبتاع برضو حاجة داخلة مشهد العيادة وهما كل مكانه بيلعبوا جولف على عربيات سوبر كول مش ممكن بس انا عايز اقول حاجة بس انا اسف لو قطعك أنا مثلاً فايت لوب أنا الجزء الأناركي ده أو جزء اللي هو الثورة على النظام وإن إحنا كده You're gonna go and pick a fight with stranger and lose it أيوه أيوه الـ assignment اللي كم بديه شبت اللي مجال لما رحوا للبريست و بيرش عليهم مية لا أنا بس بقول إنه هو تعامل يعني مثلاً أنا محبتش ده أو ما بلعتوش مثلاً في فيلم زي في فور بندت أنا الفيلم مثلاً ما بحبوش كنت أحسه مفتعل شوية دي عارف واحد جاي من بيتهم عايز يتشتم قبل ما نخلص لا يا جماعنا الدربوني بالنار لازاله بس أنا معنبيش منع تشتم معا بصراحة في دي أنا هتحمى في الناس بتاعت فايكلاد بدافعاً لا أنا قصني مثلاً هو هناك كنت حاس إنه هو أناركي بس أناركي باستفزاز شوية وبتنظير لا هنا مبلوع و I don't mind it خلص أنا موافق شوف أنا مقتنع باللي إنت بتقول والفلسفة بتاعته ملموسة ومن الصعب إعادة تحقيقها لذلك فأنت ممكن تصدقها في الإطار دوت وما تصدقاش في إطار ثورة كبرى زي ما حصل في الفلسفة لأنه هو بيوصف الناس الممبرز بتاعت الكروب بتاعته زي ما هما بيقولوا إحنا اللي بنأكلكم بنشربكم بنفتح لكم عربياتكم و بنوصل لكم الأكل وبنغسل لكم هدونكم نعم ما معرفش مين فلو عدتني في الثانية أنا ممكن أبوص حياتك من الحاجات برضو في الفكرة أي قلتة في العالم أو أي طايفة أو أي حاجة بيبقى لها اللبس بتاعها جزء من فكرة اللبس في الشعوب أو كده لا علاقة بالإدانتيتي الإدانتيتي بتاعت الممبرز إن هما مضربين في الشعوب بنية دي يعني هما بيعرفوا بعض بيعرفهم إن ده مضرب إن ده أسناني واقع إن ده دي بالنسبة لي فكرة فهمت أنه أنت مخبوط بالفكرة مخبوط بالكونسب بالجنونة دي فده شيء قوي الفايت كلاب أصلا هي هو المهرب بتاعهم الإسكيب بتاعهم من وسط التخلف اللي شايفينه ده كله ده المكان اللي بيجمعهم والمكان اللي بيحسوا فيه إن هما بني أدمين وأحرار وكده فالين طبعا هي بولك فكرة فانسفية في حاجة بالنسبة لي بتحيزين أو مرة واحدة لا إحنا مش محيزين عشان ما تاخدش ميكست سيجنال ده أنا لسه عاوز أرمي البونش لاين بتاعدة كله أنا عندي ياستي جملة عايزة أقولها بس هي بالنسبة لي بتبين قوي خلاص في حاجة قوية في فايت كلاب يمكن مش موجودة في أغلب الأفلام اللي عدين عليها إن انت بعد ريفيل لسه عندك أكت كامل أو عندك سيكونس كامل اللي هو بيحاول يوقف إلى المشهد الأخير فيمكن أنك تعمل تويست أنا بتعالي أن أغلب الأفلام اللي فيها بيك تويست الناس متفرغ الطاقة في تويست صعبة قوية عدن في السينما وأنا عندي حاجة كده معلمت فيها في تاريخي يعني كمؤلف لقطة في حياتي إن أنا كنت في فيلم لورد وف درينجز الأخير روتين وفاكينج وفي سيكونس كده بعد النهاية اللي هو بعد هو الفيلم كله عن إنه حيرمي الورينج في الجبل بس بعد ما رمى فيه حتة كبيرة بعد الفيلم ففيه واحد قاعد في السينما قال موت بقى يا أخي ده انت رخم فأنا الشخص ده معلم معايا في حياتي كلها اللي هو بتعموت بقى انت رخم إن دايما بعد ما تضرب الطاقة لازم تخلص اللي بعده على رأيه السيستر العام يقول لك إيه تحصيل حاصل دايما يقول لك المشهد ده تحصيل حاصل ونعملي بعد ما نخلص الأفلام فبتبقى محتاج المشهد اللي في الآخر أو المشهد اللي هو في الحكي دايما عارف الشيء الشمس طلقت في الكوكب دايما الأمير رجع قتل الدراجون جابل مش عارف ايه بس في دايما الشمس بتطلع دايما دايما النهاية الدينيكا الضلمة والشمس طلقت فكل ما هو بعد مشهد الشمس المتطلع وتحصيل حاصل في الفيلم ده لأ هو حكى التويست وعمل سيكونز كامل عمل مش فاكر يمكن عشر دقايق سيكونز تاريخي سيكونز تاريخي بتاع الموارة والزا بيحاول يتحرر منه فدي نقطة قوة بالنسبة لي مرعبة ان انت حافظت على الانترس ده بعد وعملت السيكونز دي صعب بس انا عايز ارجع للنقطة اللي انطلق منها طارق في كلامه البلوت وست لا تصنع ولا تدمر فايت كلاب انا عايز اقول ان تلات افلام يمكنوا عليهم نفس الجملة سيكست سنس فايتها كان يفضل فيلم قوي غالبا ما كانش هيعيش غالبا ما حدش كان هيفتكره اظن عارف احنا بنفتكر عشان تشبهوا مع سيكست سنس لكن نهاردة بالتالي ولا حاجة يبقى هو كان بليفل معين انه زي ما احنا لسه قليمين شوية بس عشان بنا بقاشوا بالنقد نفسنا ان احنا قلنا انه حتى لو الفيلم كان خلص ان الولد زبط نفسه فيلم جميل كان هيبقى فيلم حلو بس ان هو يعيش ولا لا دي بقى ممكن نتكلم دي في التويست فايت كلاب من غير التويست كان يعيش لغاية الماردة بالكوتس بالتفاصيل انا عايش معي انا عايش معي انا ممنتوا نفس الموضوع ممنتوا نفس الموضوع طبعا اه ممنتوا جاي معنا في ايو ايو اه هي افلام كلها مأبوس انا نرجع ان اقول انا استمتعت يا جماعة من يوم ما اتفقنا ان احنا هنعمل الحلقة دي انا رجعت اتفرج على الافلام دي تاني انبسطة جدا وبقولك حسيت ان انا الرجل اللي عجوز اللي مش عاجبه الافلام الجديدة لان الكواليتي ده ايه ده ايه الافلام دي يعني انا وصلت الى الموضوع انت عندك كم سنة سنة سنة؟ انا مش بمسي ما عرفش يعني عندك اهداف مرسل ميش عارف حسيت لي لا استغرابت لا عديش حاجة بس مرة انا اعيز اعرف اذا جايلك من تلاتة واربعين Ge-45 انا وصلت الرجل اللي عجوز اللي انت بتقول عليه ده يعني انا دلوقتي بجرجر نفس انترارجل الحاجات الجديدة ده امانة نظام في مشكلة حرجع ممكن لو عندك وقت تتكلم فيها بعد لسه من يومين ياهو فاينانس لسه بقيلو 3 change بيكلمها على الافلام الجديدة وان حاجة وتسعين اغلب الافلام اللي عملت كلها افلام مبنية على حاجات مفيش اغلب الافلام دي اوريجنل حتى الافلام اللي مبنية على اي بي تخيل النسبة انك اللي تعدى لتين برسنت يعني حطين باربي لانه لكن انت بتكلم مفيش اي افلام اوريجنل اغلام دي كلها جامعة اوريجنل كانوا الناس بيعملوهم بس اصدي كل الافلام دي كان المقلف اللي تedral ميحال زي مقلومات اغلب الناس اللي عملو الأفلام دي كان دا التفاييرنلLI ان يورى الناس اديك انا جامد انا بعمل حاجة غير السائد انا بعمل فيلم مختلف الافلام دي مكنتش هي البلوكبسترز بتاع زمنها. في الزمن ده كان فيه افلام زي ومش عارف افلام ستالون مش عارف ترميناتر يعني كان فيه افلام دي ما كانتش بس هي بسبب اللي في الحكي وفي التمثيل وفي الحاجات دي الافلام دي فيه اظل حتى الناس الشباب اللي ما شافش اغلب لا فهم هي رجاء اتفرج عليها هيستمتع لانها لا افلام معمولة كويسة او جيدة بالدل ما يده فيه منهم فلوبات. فايت كلاب داوت اذا فلوب؟ او 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 فايت كلاب ما انجحش. سيكسينس كسر الدنيا. كسر الدنيا بالفلوب تويست تعال نفتك بالفلوب تويست. يلا خليت الناس تروح. ما موتش صعب اوي. ما موتش صعب اوي انا مش عايير. تعرفين ان في فايت كلاب توسع انا مش عايير. لا. في فايت كلاب تو رواية. اه اه كتغرافك زي جرافيك نوفل. جرافيك نوفل. عندي. اشترتها. بس هي طريبا كتكزة عدد انا عندي عدد منهم يعني كتكزة حاجة وربعات. بس ان هو المفروض شاكر اتجوزه وعاش شوية. وبقى كده ابتدى طايلر يزهر له طايلر والسرير كده وافوي والبوستر كان رهيب. هبقى. في حاجة تستحق برضو يعني عادية يعني بس. براد بيت كان نجم كبير جدا في الوقت ده. وطلع بعد حاجة عشين دقيقة ومش فارق معاه. يعني انا برضو. فارق معالب انت لو قارد في تفاصيل. خد اجر. خد اجر كامل. اه اوكي. بس احنا عندنا في يعني راجل بما اننا في الصناعة يعني دي حاجة صعبة تعملها. ان انت تجيب نجم بهذا الحاجة. انا او ظن هو نجوميته اكبر. طبعا هو دوره عاش. طالر ديردن تاريخي. بس طالع بعد حاجة عشين دقيقة. دي برضو صعبة. انت داخد فرج عبرك ما تلاقيهوش. دي جملة اللي تتقال يعني بيقولها اي نجم يقولك الناس دخل عشان ما يلقتنيش في الفيلم. عارفين سمكة الارشفت زوز ظهرت بعد قد ايه? كتير. بالفضل ما يوريهاش ده لغاية اخر فيلم. اكتر من ساعة. اه اه بس ده كان جزء من الميستيك بتاع اله. طيب حد عندك جدا. عارفكة زي فيلم المالجننت اللي انت كنت تحبه. انت مبتشوفش دي حاجة عموما في الميستري ان انت لما بتشوف بساعات كتير بتفقد. وده اللي واقع شوية. انت شفت المنستر من الاول. اه اه. اه اه. وصم كانش عاية من الاوي. لا انا كان لو الفيجرز دي انا مش عارف شكلها او عاملها ازايك الموضوع بقامورها كتير. كنت اهملا باوي بتاعنا. انا مش عارفك. انا عائل صغير. انا عاية صغير. انا حبيتهم وقصروا فيها وحبجولي في السينما وكل حاجة فمش عارف مش عارفوا ليه وشفتهم مرايبوا الاتنين جامدين فهم أنا ميلز وإن كان أنا ميلل فيتلاب طبعا لان زي ما قلت من شوية بالعودة دخلونا نفتك راحنا بنلعب نهاية أيما بالضبط أنا ميل أنا محب فيتلاب فاشر طيب استنى قبل ما تقول بس قول ليه بقول فيتلاب عشان نحاول أنا ميلل فيتلاب لأسباب أول حاجة هو فلكست أكتر بكتير قال الجمل فضح نفسه كتير في الأول ده سيكس سنس ده انت شخصيا جاي بتقول على فاقيك ده سيكس سنس بالمقارنة مع فاية كلاب انت سلنا قلت انت ليه بركز معايا انت ليه بركز معايا قلت يا أخي يا فندم ده سيكس سنس دهود أنا بقولك ده فيلم هارد ديسكات يا جماعة ده الفيلم اللي كنت بمتصيل بعضه على هارد ديسكات أيام البي سيز زمان في الداية تختراعها ده الفيلم اللي تشغلوا لصاحبك وتفضل أعجبه وتتفرج عليه وهو بيتفرج عليه استني اللحظة علشان انت عاوز تشوفه على وشه اللحظة وبعد كده يجي يسألك هو مش كان أحد مع أمه لا يا حبيبي ما كانوا يتكلمه مش هو كان معرفي لا يا سيدي ما حصلش ثاني ده جزء الأولى انه هو فضح نفسه أكتر بالكلام شفت تايلر ديردن ظهر له اليوم ثم فكرة بقولك السيكونس الأخير اللي هو فكرة ان بعد نهاية الريفيل من يمكن ده الفيلم الوحيد اللي يحافظ على ان عنده سيكونس والفيلم هو قاش وإن كان أنا أتمنى انك تقولي أنا مش عايزة بقى وليقولك سانيا سانيا أنا فايكلاب انت سمي بوز ايه ده الأخير اتعلمت اللعبة دي هو رحشاني قاب بعيد انتكد بقيت جاهز نلعب بقى حلقة جاهزة طيب أنا بس أنا هقول حاجة مش أنا متفق مع أغلب اللي صلاحة إله مع عدوة نقطة الدير بس أنا عايزة أقول حاجة ده مش أكتر من كده هو قاله الرولز هو قاله الرولز هو قاله الديد بيعملوا ايه ده معرفة يعني شرح له الموضوع بس خلي بالك ده جيم تأخر في الفيلم لا 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 ده جيه هو بيقوله الصدر جي بعد ساعة لا جي بعد ساعة في الفيلم وبعدين أول مرة شافه خاف منه ايه أول مرة شافه جري منه أنا عايزة أقول حاجة برضو على إنها تشاملة معلش أنا أقسف لا 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 العلمك دي حاجة برضو تجيلك تبينك قد إلم الفيلم ده نجماتك إن هو طالع من شخص حقير لا بس عايزة أقول حاجة إن فيه اختلاف الفيلم ده الراجل ده عنده فرق كولتشر هو قام مولود أمريكا وكل عجب بس فيه فرق كولتشر خلي بالك لو ركزت في الأفلام الأمريكاني دلوقتي ما بقاش فيه فكرة الدين في السينما الفيلم ده فيه كنيسة كتير فيه فكرة يعني ده كان موجود فيه فكرة الكالتشر يمكن الجيم باجراوند هندي وفيه فكرة التدين فكرة الإيمان بالشكل وعمريكا بالإيمان كله على بعضه وعمريكا بالكنيسة طبعا عوش كامل جيبسل لكن ده ما بقاش موجود في السينما حتى يعني صح يعني أنا لي أحد أصدقائي في هوليوود وهو مسيح مصري متدين يقول لي أنا مقدرش أقول للناس المتدين ده تغير هناك حتى على المستوى الصنع يعني أنا كنت بعمل فيلم يجيلك صبغة يمينيا أنت تعرفش تشتغل به لا هو يبصوله أكيد محدد متأخر أنا كنت بعمل فيلم رعب في صبغة دينية مع مخرج أمريكي والراجل ملحد تماما مش فاهم أصلا يعني الشيطان يعني يقول يعني أيوة يعني معناه إيه فهو يمكن عشان كده لو رجعت لقى الأفلام بقيتش شبه يعني حتى ماليجننت يمكن مدرسة جيمس وان أو كده يمكن آه مجروحه حتى مجروحه في أفلام زي وكده في السبنتيز عارف دم يرجع في زي ما تقلق أما الناس كانت بتفكر كده يعني يمكن لو أتعمل في كل سلسلة دي يعني كل سلسلة دي عارف تحس أيام الناس كانت كده أيوة أيوة الناس تعود يعني ناس طباعة تغيرت الأغلبية بقت مختلفة طبيعة الأفلام تغيرت بيزد على أن الناس طناعتها اختلفت وبقوا بيقولوها بوضوح أكتر وبقوا مبشرين طيب أنا مش هختار الفيلم اللي أنا بحبه أكتر أو اللي أنا متعلق بيه أكتر هختار تلسيكس سنس عشان إحنا بنلعب لعبة عن البلوكتوسك أنا موافق إحنا بيولتو وده يعني أنت كل كلام اللي قلته في فيتلاب أنا سواء كنت اخترت ده أو اخترت ما أنا مبسوط ان احنا تكلمين على ده أنا مبسوط ان احنا تكلمين على ده فيلمك موجود في النهاية احنا كنا بنجاوب أصلا في الوقت ده ما تقولش ايه هو بس موجود في النهاية موجود في النهاية هو اللي خرج ده احنا كده خلاص انت مستحيل تكون كتب بمينتو يعني احنا هنصيع هو بمينتو تسلل لهنا لأنه قرعته خدماته بصراحة قرعته خدماته شوية سيكس سنس طبا نقول لها في نفس واحد واحد اتنين تلاتة سيكس سنس سيكس سنس فيلم دمر كارير صناعه يعني من كثير الكوت التويست الرجل ده كاريره اتدمر فدي حاجة يعني هو كريم ما اتدمرش وكال عايش بس ايه هو مش عارف يعيد هتفضل طول عمرك تنافس نفسك ودي حاجة ده فخ بشعة جدا لأي حد في الدنيا بيوصل لبيك دي بدري انا داين بقول ده اللولاكي بتاعه فهم قعده ده انت تخلج هندي دولا منتاء لأشألي بابعاهم انا شعر بره واحد يا رايس انا طالع من الحلقة دي عايز اتفرج على فايت كلاب تاني يعني مش عايز اتفرج على سيكسنس انا حاسني عايز اخب منه بارتو اللي عنده يلا بين عندي هدورك عليه للتأكيد على البتاع ده سيكسنس هو بصراحة ده كان لازم يكون النهائي كان لازم فايت كلاب يروح في حتة و سيكسنس يروح في حتة والتنين يوصلوا بس انا مبسوط ان هم متقابلواش بدري يعني انا مبسوط ان احنا بعد الكلام عن الافلام دي كلها بقى عندنا مخزون كده لأفكار معينة حتى و احنا بنفاضل بينهم في حاجات قلناها قبل كده فعم مبسوط ان هم حتى لو متقابلواش بالنهاي بس تقابلوا متاخر في فيلم واحد اللي طار بدري قوي كان مش فاكر كان ايه كان اكتر واحد اتقذى كان هنا كان جابي هنا على ايدي الشمال كان في هنا ايدي وحد لا مش ايدي وكان في فيلمين جابيين بدري يمكن برايم الفير برايم الفير نزل قدام سيكسنس تقريبا او يجول سوسبكت مش فاكر هم معموما لا يجول سوسبكت كان فوق سيكسنس ويجول سوسبكت كان فوق هو علماتا الدور ده انا عارف انه طبعا بالحظ بس في افلام شبه بعض كتير اتمتشت مع بعض اتمتشت مع بعض اذا سيكس تنس هو افضل فيلم فيه بلوت توست احنا بنتفق على ذلك دلوقتي من هذه من خلال هذه المناقشة مهم من نسمع من حضراتكم برضو رأيكم ايه ولو لعبتوا هذا التصنيف كسبتوا مين في النهاية يا ريت تقولونا في الكومنتات واللوقتي اهم سؤال بقى مش بتاع مين اللي كسب ومين اللي عمل والكلام ده كله ببسطت بالحلقة جدا جدا بجد جدا ودي اول حلقة ابقى فيها معاك يا مستر صلاح وفي حاجات فعلا انت كنت بتقولها بتلمس معي في حاجات كده اللي هو حتى حتى انت ممكن تبقى عارفها بس انا عايز اسمعها بصوت عالي فرقت معي في حاجات كتير منظور جديد وفرش وفي القلب ما بنفرقرش فيه وانت علمتنا حاجات عن بلوتوست جوا السيناريو وده موضوع مهم جدا ان شاء اتمنى ان كل الناس تكون استفادت منه ألف شكر لحضراتكم على المشاركة انا انبسطت جدا اتمنى ان الناس تكون انبسطت والف شكر الناس على المشاهدة تابعونا في الحلقات القادمة ان شاء الله وبيبوي عايزة ناخد طبنيل ماشي يلا بنا نضم على بعض فين بقى